موسيقى مساء الخير مساء السعادة مساء المحبة والابتسام حياكم الله مشاهديننا وياهلا مرحبا فيكم وطبعا بداية أسبوع جديد إن شاء الله ننطلق معاكم في هذا المساء اللي جمعنا معاكم دوم على الخير والمحبة متنونسيت عليكم بالخير أمسي بالخير عزيمة عذاري مساء الله بالخير مساء الله بالخير يا راشد أسعد الله مساكم مشاهديننا في كل مكان احنا سعيدين في تواصلكم معنا ومتابعتكم في برنامج مسائي رحنا أخذكم في استعراض سريع لفقراتنا اليوم مع راشد شون عندنا يا راشد طبعا عذاري اليوم عندنا موضوع جدا مهم للأمانة يعني هم شريحة كبيرة من المواطنين الطلبات ما شاء الله متراكمة بالأسكان شباب حملة ناطر بيت رح يكونوا موجودين معنا في هذا المساء انطلقت قضيتهم من الراي من تلفزيون الراي من بيت الراي ونداءهم من تلفزيون الراي ولبي هذا النداء وتم تلبية هذه الدعوة من خلال إصدار مراسيم خاصة بالقانون اللي هم طالبوا بتعديله رح نتعرف عليه في هذا المساء إن شاء الله ما حملة ناطر بيت رح تكون معنا أهم الدراسات التي قدمت لتطوير علاج الروماتيزم للي يعانون من آلام الروماتيزم يريد تعرفون أكثر على هذا المرض رح تكون معنا دكتورة مميزة في هذا المساء تابعونا أيضا مشاهدين الكرام يمكن الكل يعاني من عملية الاختراق الإلكتروني سواء الكل مع أجهزة إلكترونية لابتوب آيفون آيباد غير الموجود ما في إنسان ما يخلق من مشكلة في عملية الاختراق لهذه الخصوصية يمكن أحد الأخوان صرح ووظيفنا في هذا المساء بأن كل إنسان مننا لديه جاسوس وهكرز معاه في مخبات قادشيلا رح نتعرف عليه في هذا المساء إن شاء الله في ظل هذا التطور التكنولوجي في متسمعاتنا الموضع شيقة اليوم راشد الكلمة حمسي تابع شنو في عندنا في فقراتنا اليوم وشارك تلفزيون الراي الفرحة في الاحتفال مع أخواننا شعب القطري في عيدهم الوطني هذا الفرحة ليس فقط شعب قطر الفرحة فرحة الخليج كلها أكيد لأن خليجنا واحد وإحنا إن شاء الله جسد واحد وما نتجزأ أبد موسيقى موسيقى في ديرة أهلا موسيقى موسيقى مساء كمالا بالخير مشاهدينا ونلتقي معاكم اليوم في أحد العياد الوطنية الجميلة اللي تعودنا دايما إن تكون دول الخليج تشارك فيها اليوم رح يكون العيد الوطني لدولة قطر الشقيقة كل الأحبة متواجدين اليوم حتى يهنون قطر الشقيقة بعيدها الوطني ويتمنوا لها أكيد الازدهار والتطور دايما موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم لا شك بأن تواجدنا وهذا الحشد الآن متواجد في قاعة الراية للتهنئة بهذه المناسبة السعيدة عيد الوطني لقطر الشقيقة وكما هو دائما في مثل هذه الأعياد لدول الخليج احنا بكويت نعتبرها عيدنا وإن شاء الله دائما تكون هذه المحبة وهذا الحشد يدل على شيء فإنما يدل على الحرص على التواجد لتقديم التهنئة والمباركة لدولة شقيقة لها مكانتها ولها تقديرها من دون حتى الملاء من دون حتى الملاء كل أهالي الكويت بلابد أن لهم تحية خاصة لأهالي قطر الشيخ سلمان شيء يقول لأهالي قطر ولقطر الشقيقة في الكويت مبارك لأهلنا في قطر العيد الوطني وأيضا لدولة قطر أميرا وحكومة من شعبا بعين المولى عز وجل أن دائما يرفل على الأشقاء في قطر بازدهارها واستقرارها وتطورهم تطورنا حنا في الكويت فهذه مناسبتنا كلنا في دول الخليج ومبارك ونكرر تهنئتنا في هذا العيد المجيد بداية نحن متواجهين لليلة نهني أنفسنا ونهني الأشقاء في قطر الحبيب في أعيادهم الوطنية وبالتأكيد ما يتحقق لأي بلد من بلداننا في دول مجلس التعاون هو بالتأكيد يتحقق لجميع شعوب مجلس التعاون التقدم والتطور والزهار اللي اليوم نشوفه في دوحة الخير يجعلنا جميعا نشعر بالفخر والاعتزاز كخليجيين كل عام وانتم بخير لحبيبتنا وأعزائنا وأشقائنا وأهلنا في قطر ومزيد إن شاء الله من التقدم لهذا البلد الحقيقة اللي شرفنا بوجوده على كل المستويات الحقيقة الثقافية الاجتماعية السياسية الاقتصادية نأمل التقدم دائما لقطر مع قائدها الحكيم وكل أهلها وناسها وكل عام وانتم خير دولة قطر دولتنا الحبيبة الغالية العزيزة على قلبنا ومناسبة جليلة ومناسبة لواحد يفتخر فيها في العيد الوطني وان شاء الله من تقدم الى تقدم وهذه البلد يعني تكون لي بداخل قلبي شيء جميل جدا وان شاء الله الى العمان بإذن الله موسيقى يعني ألف 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 مبروك لدولة قطر الشقيقة ولأهل قطر حكومة وشعبا وعلى رأسه مكيد صاحب السمو أمير دولة قطر عسى الله يحفظها إن شاء الله ويجمعنا دوم وإياكم على الخير والمحبة ويجعل أيامكم دوم إن شاء الله فرح وسعادة وسرور وهذه الأجواء ليس غريبة علينا إحنا يهل الخليج وعسى الله لا يغير علينا إلا للأفضل والأحسن دوم يا رب العالمين يمكن شفنا هذه الفرحة معاكم فرحة دولة قطر بعيدها الوطني بالتأكيد هذه الفرحة لكلنا فرحنا للأمان ونحن نشوف أهلنا وأخواننا يعني لم يتوقف هذه الفرحة على المسؤولين بالدولة فقط وإنما أيضا حتى الشعب أعتقد أعذاري شاركهم هذه الفرحة أكيد لكل سعيد في مشاركة إخواننا الإكتريين ومثل ما شفنا في الاحتفال حتى فنانينا مشاركين دليل الحب المتبادل والعلاقة الوطيدة بين شعب الكويتي والقطري أكيد عندنا اليوم مواضيع خليجية حلوة شون راح تقول لنا عن مزاين الأبل يا راشد شون راح تقولش عن مزاين الأبل يا أعذاري طبعا أن هذا مزاين الأبل نحن قاعدنا نشوفه فيها خبر جدا مهم ومميز ومغريبة على عالم الأبل يعني بهذه الأسعار لكن سنوصل السعر بعد شوية راح نقول لكم بعد ما طبعا نستعرض معاكم بعض اللغطات الخاصة بمهرجان الضفرة التراثي بمزاين الأبل في أبوظبي كل عام بهذا التوقيت واللي يتميز يعني هذا العام عن غيره من العوام هو مشاركة أشهر ملاك الأبل تحديدا من المملكة العربية السعودية وأيضا دول الخليج بأبل تتميز مواصفات جمالية عالية الجودة ولأول مرة واللي تتميز في فئة المجاهيم تحديدا والمجاهيم اللي ما يعرفها هي المجاهيم صاحبة اللون الأسود يعني اللون الأسود هذي تسمونها عند أهل الأبل يسمونها مجاهيم واللي تعد من أهم أصناف الأبل العربية والأصيلة ما أدى إلى رفع بورصة أسعار الأبل لأعلى حاجز وتتجاوزت هذا الحاجز لتصل يعني كادوا يحرصون الأمانة مشاهدين الكرام وأيضا عذاري التجار تحديدا وملاك الأبل واللي يحاولون يقتنون أجمل وأجود الأصناف في عالم الأبل يحاولون أن يحافظون على سرية موضوع السعر هذا وأنه ما يطلع بره ولكن الأخبار يعني ما في شيء يستخبه ويخبر ليه وفروس باتر بلاش أحد الصفقات خصوصا بالديزات بسرعة الأخبار تنتشر وبعدين الحلو في ملاك الأبل واللي عندهم هالهواية تلاقيها تنتقل من جيل لجيل يعني يحاوظون عليها بالضبط شيء جميل بالتأكيد من طراثنا الأصيل ولكن الشيء يعني الناس تسميه بعضهم يسمونها مبالغة وبعض الناس يقولون معقولة بهذه الأسعار يعني الإنسان يا جماعة ترى هو ملك هويته في النهاية تلاقي إنسان يصرف له على طير نحن لا نقل من قيمة الطير والشأنه هي يعني الصقارين أو أصحاب هذه الطيور هي هويت الملوك في النهاية ولكن أيضا أصحاب هذه الطيور تصل أسعار إلى أسعار خيالية تتجاوز الخيال ممكن طير يمباع ثمانت آلاف طير ممكن يوصل إلى سبعين ثمانين ألف وصلت بالفعل لهذه الأسعار لكن اليوم إحنا الإبل هذه وصلت عذاري تدريين كيف؟ أخذ مجموعة من الإبل يعني من الجاهيم حتى يطعم فيها الحلال الذي موجود عنده تقريبا أمية وستين أمية وستين درهم لا أمية وستين ألف لا زائد أمية وستين وين وصلنا؟ مليون أمية وستين مليون درهم إماراتي شارى هذه الأبل وقدر أن يستحوذ عليها بهذا المبلغ قيمة أمية وستين مليون درهم تخيلوا على فكرة هذه المبالغ تستثمر في الأبل يعني ممكن هذا الأبل بعد فترة يعني ممكن يجني من أبناء يعني الإبل إلى شارى مبلغ أخرى من سلالة نعم نحن نقول له ألف مبروك مبروك ميالة بس للخطير يموت يعني أنا أقول إن شاء الله مفهلة بس الله لا يقوله لو تموت هذا ما يصير فيه يعني صراحة بس إنه مجموعة يعني في النهاية في النهاية هذه شو نقول نحن دابة وفي النهاية التوافق من الله سبحانه وتعالى يعني إذا توفت أكيد عندها مجموعة خليها لا وتتربى بعزة إن شاء الله ويشوف عيال عيالها يعني عالم الأبل عالم جدا جميل أمانة عالم جدا مميز الله يبارك له فيهم إن شاء الله وطبعا فيه أسعار ثانية ما قدرنا نتعرف عليه هذه من ضمن الأسعار يمكن فيه أعلى من شذي عموما الله يوفقهم إن شاء الله ويبارك له فيهم نستمرين معكم بعد الفاصل الله تبعدون راجع معكم ممسمية طبيعة المتميزة عندنا في هذا اليوم دائما نسمع عن مرض الروماتزم ولكن ربما يختلط معنا مفهوم هذا المرض بين مرض وآخر عشان شريحة بين اليوم من خلال فقرتنا نوضح ما هو مرض الروماتزم معنا اليوم استشارية أمراض روماتزمية من المستشفى الأميري الدكتورة أديبة عبدالله الحرز حياة الله معنا دكتورة أهلا فيك عذاري وياهلا في مشاهدينا أكيد نحن ساعدين في تواجزة بيننا والمعلومات القيمة التي ستعطينا عن مرض الروماتزم ما هو مرض الروماتزم؟ في البداية أحب أن أقول لك أننا لا نقول مرض الروماتزم نقول أمراض الروماتزم عبارة عن تقريبا 300 مرض فهي أنواع مختلفة ولها أعراض مختلفة فمنها مثلا مرض الروماتويد مرض ذيب الحمراء مرض الصدفية الروماتزمية ويرجع تاريخها طبعا إلى طبعا سنوات طويلة قبل الميلاد كانت اكتشفت الأمراض الروماتزمية بعدين مع تطور العلم واكتشاف الأمراض اليديدة تعددت الأسامي وتعددت المصطلحات عن الأمراض الروماتزمية تمام هل في دراسات متخصصة قدمت في مجال أمراض الروماتزم؟ شوفي هو رغم أن الدول المتحضرة عندها دراسات ضخمة جدا وتصر مبالغ طائلة على الدراسات إلا أننا في دول الشرق الأوسط نفتقر إلى هذه الدراسات على الشعوب العربية فعندنا دراسات طبعا صغيرة بالشرق الأوسط من ضمنها الكويت لكن ما عندنا دراسة كبيرة فإحنا بالكويت تصدرنا المجال هذا وبدأنا الحين دراسة ضخمة جدا يتعتبر الأولى من نوعها في الشرق الأوسط فهي عبارة عن مثل مسحة على كل معظم الأمراض الروماتزمية بالكويت وبالأخص مرض الروماتويد مدة الدراسة تقريبا خمس سنوات سندرس استعداد الشعب الكويتي للإصابة بالأمراض الروماتزمية أعراض الأمراض عندنا بالكويت ونقارنها بأعراض المرض عند الدول المتقدمة العلاجات التي يأخذونها الكويتيين كفاءة العلاجات الأعراض الجانبية وبعدين طبعا هذه كلها سندخلها بالكمبيوتر ونطلع النتائج ونعلنها يعني المجهود أكيد سيكون كبير وبالنهاية هذا مجهود ديكاترا أكيد مجموعة صح؟ أكيد نحن مو واحد ولا اثنين نحن ديكاترا متخصصين من كل مستشفيات الكويت من ست مستشفيات والدراسة هذه رح تعمل في كل المستشفيات ورح يكون في استعدادات ضخمة منها كمبيوترات منها ممرضات منها سيكوتيرات رح يساعدونها بالدراسات ما الهدف من هالمجهود وهالدراسة اللي قاعد تقومون فيها؟ مثل ما قلت لتش لأننا احنا بالكويت أو بالشرق الأوسط نفتقر إلى مثل هذه الدراسات فحبينا أن يكون لنا الصدارة أن ندرس الشعب الكويتي ومدى استعداده ومدى تقبله ومدى تطور العلاجات اللي قاعد يأخذها قدرتوا تحصلون نسبة عدد المرضى المصابين بالروماتيزم فعلياً في الكويت؟ نحن كان في دراسة قديمة عملت قبل كم سنة بيّنت أن واحد من كل أربعة من الكويتيين يصاب بآلام روماتيزمية طبعاً ما نتحدث عن أمراض واحد من أربعة هذا نسبة كبيرة نسبة كبيرة بالضوط فأنت قاعد تكلمين بس هم تشمل يعني الأعراض مثلاً آلام العضلات آلام المفاصل آلام الالتهابات الأربطة الكتف مثلاً الظهر بس هم مثل ما تفضلت إنه واحد من أربعة هم نسبة كبيرة كانت تكلم عنها لو خذينا مثلاً مرض الروماتوين اللي هو الالتهابات المفاصل فهو يشكل واحد من أمية من سكان الكويت لو يتقارنت النسبة هذه بالنسبة الثانية الدراسات الثانية النسبة هذه مماثلة للنسب اللي قاعد نشوفها بالدول المتقدمة شنسبة بارتفاع هذه النسبة يعني من واحد من أربع أشخاص يصاب بهذا المرض هذه النسبة لا يستهام فيها أكيد معناته في سبب قاعد يخلي ارتفاع النسبة موجودة خصوصاً عندنا بالكويت هل بسبة الأكل ولا الطقس ولا عادات الحياة اللي قاعدين يعيشون هالناس طبعاً ممكن معظم الناس يتفقون معاي أن اللايفستايل هي ممارستنا للحياة هذه تغيرت خصوصاً بالفترة الأخيرة ففي عندنا عوامل تزيد من استعدادنا للإصابات الروماتيزمية يعني مثلاً السمنة زادت الجنك فود التغذية عندنا تغيرت الكل قام يروح من مكان المكان بالسيارة لم يكن قام يمشي ففي عادات غذائية في عادات صحية تغيرت علينا فعشان هذا ممكن يفسر نسبة الإصابة بهذه الألام الروماتيزمية بالنهاية الدراسات كلها عجزت أنها تعطينا سبب مباشر لارتفاع هذه النسبة دكتور يعرف أنه بالفعل هذا المريض مصاب بالروماتيزم كيف يتم التشخيص؟ طبعاً هناك أشياء عارضة يعني أنا ممكن مثلاً يحوشني شد عضلي ممكن يحوشني ألم بالعضلات أو بالمفاصل لكن هناك أمراض معينة لازم يكون عند الكويتيين والمقيمين يكون عندهم الوعي أنهم يلجؤون للطبيب لما يحسون بهذه الأعراضي فمريض التهابات المفاصل يشعر بألام شديدة في مفاصل الجسم طبعاً مفاصل الإيد مفاصل الريل مفاصل الشت مثل ما هو موجود الآن معنا في الشاشة صورة التهاب المفاصل أي فالأعراض التهابات المفاصل هذه الصورة موجودة الصورة هذه تبين لنا أن التهاب المفاصل يبدأ من الغشاء المبطن للمفصل فالبداية تكون في الغشاء لكن مثل ما نحن نرى أن التهاب هذا يمتد حكل الأنسجة المحيطة بالمفصل فيشمل العظام يشمل الأربطة وبالنهاية لو تركنا المفصل هذا مدة طويلة من غير علاج هذا رح يؤدي إلى تلف تام بالمفصل وسعوبة في استعمال المفصل وطبعاً تشوهات بالمفاصل بالنسبة لأعراض المرض مثل ما ذكرنا أن المريض يحس بأعلام شديدة بالمفاصل كذلك يكون فيه أورام بالمفاصل قبل أن ننتقل عفواً دكتورة يحس بمفصل محدد أو ممكن كل مفاصل جسمه لأنه ممكن يكون مثلاً عنده شكله والإيد يقول يمكن طقيت إيدي يمكن متعور يمكن أنا مستخدمها غلط فهل هي يعني تصيب جزء محدد أو ممكن كل الجسم طبعاً كل مريض يختلف عن الثاني وممكن مثلاً مريض يشعر بألم فيه ركبة ممكن مريض يشعر بأعلام مفاصل فيه فالمفاصل مختلفة بس عادةً تكون الأعلام هذه لفترة قصيرة وتروح لكن إذا استمرت الأعلام هذه مثلاً أسبوع أسبوعين وكانت الأعلام شدتها هذه في فترة الصباح فعادةً مريض التهابات المفاصل أول ما يقوم من النوم الصبح تكون هذه أسوأ فترة في يومها فيحس بألام شديدة يحس بتيبس المفاصل يلاقي صعوبة أنه يستعمل إيده يلاقي صعوبة أنه يمشي يبدأ يتحرك شوية في البيت يتلين المفاصل عنده بعدين يقدر مثلاً يروح الدوام يقدر يمارس حياته بشكل أحسن يعني عشان تشري دائماً المرضى اللي عندهم روماتزم تلاقي أنهم متأخرين على دواماتهم المريض كذلك مثل ما قتلت أنه يصير عنده ورم بالمفاصل تلاقي مثلاً أن الخاتم يصير صعب أنه يلبسه تكرمين الجوتي يصير صعب أنه يلبسه ويحس أنه مثلاً ساعة الركبة تكون ورمة تعورة يحس بحرارة بالمفصل وكذلك يمكن يحس بآلام مثل ما شفنا نحن نشوف الصورة تبين كيف المرض إذا لم يتم علاجه من البداية يمكن يؤدي إلى تشوهات وتلف بالمفاصل هذه الحالة ما فيها دكتورة بالضبط؟ هذه فيها روماتويد ورح ترى أن معظم الأصور هذه أصور حق مرضاي فالمريضة هذه عندها روماتويد ولكن لم تعالجت من البداية العلاج الصحيح لتطور المرض وإدى إلى تشوهات في المفاصل التشوهات ما حدثت في أماكن صارت وارمة نرى أن الإيد صارت بعيفة وفي المفاصل هي متوارمة تقريباً ترى أن ترى أن هي وارمة ولكن هي موارمة هي المفصل متحرك فتلاقينا الصوب صاعد صوب نازل لأن المفصل تغير شكله تماماً طبعاً المريض يصير لا يستطيع يستعمل إيده حتى ترى الصورة هذه مريضتي وعندها عيال هي عندها روماتويد وعيالها عندهم روماتويد هذه المريضة ما خذت علاجها في البداية مو عشان شي بس لأن يمكن نذكر العلاج بعدين رح نقول أن في الفترة الأخيرة ظهرت علاجات جديدة للعلاجات البيولوجية كفاءتها جداً عالية في العلاج فهذه المريضة لم يأخذت الأدوية البيولوجية ونرى مفاصلها وصلت مرحلة متقدمة جداً فالمريضة لا تستعمل مفاصلها وعملت جراحات كثيرة ولا زالت تعمل جراحة مفاصلها المريضة عيالها حالياً عندهم روماتويد بس خذوا العلاج بشكل مبكر والآن كلهم متزوجين وعندهم عيال ومارسون حياتهم بشكل طبيعي وروحون الدوامات لأن خذ العلاج مبتشر فقدرنا يتفادى أن الحالة تتفاقف معه الحديث عن الموضوع شيق أكيد دكتورة يمكن نوايد ناس من شدة لكن فاصل سريع سيأخذنا منكم ونرجع مرة ثانية نستكمل حديثنا رجعنا مع الدكتورة أديبة الحرز دكتورة أديبة قلت لنا أن الحالة في بدايتها ممكن يكون علاجها أسهل شنو أهمية التشخيص المبكر الدراسات أثبتت أن المرضى اللي يقدرون يمارسون حياتهم بشكل طبيعي مع العلاج واللي يستجيبون للعلاج واللي ما يحدث عندهم تشوهات وعاقة في المستقبل أهم المرضى اللي يتم تشخيصهم في بداية المرض واللي يأخذون العلاج اللي تكون كفاءة عالية في علاج المرض واللي ينتضمون على العلاج وعلى مراجعة الطبيب تمام شنو هي طرق العلاج لمرض الرماتيزم طبعا الأمراض الرماتيزمية مثل ما قلنا هي مختلفة بس في تشابه كبير في العلاج طبعا في السابق كان عندنا الأدوية اللي ممكن تأخذ كحبوب ممكن تأخذ كإبر الأدوية هذه قديمة تستهدف الجهاز المناعي طبعا هو سبب الأمراض الرماتيزمية أن الجهاز المناعي يكون نشط لسبب ما نعرفه فالأدوية اللي كانوا يأخذونها الناس في السابق والمرضى في السابق هي تستهدف الخلايا الجسم كله فاتهبط من نشاط خلايا الجسم عشان يكون فيه أعراض جانبية للأدوية مثلا ممكن تأثر على الكبد ممكن تأثر على الكلم ممكن تأثر على الصدر على كوريات الدم في الفترة الأخيرة بالسنوات الأخيرة أطلعت أدوية جديدة اسمها الأدوية البايولوجية طبعا هي بايولوجية لأنها تأخذ من مصادر حيوية فالأدوية هذه تستهدف مصدر الخلل في الجهاز المناعي وتضبط مصدر الخلل وتضبط الخلل الموجود في الجهاز المناعي وتخلي باجي الخلايا في الجسم لأن الأدوية كفاءتها جدا عالية وأعراضها الجانبية قليلة نحن نادر لا نجد مريض يأخذ هذه العلاجات وعنده أعراض جانبية شديدة نادر لا نرى هذا متوفرة هذه الأدوية بالكويت دكتورة ولا يضطرون يبونها من الخارج لا بالغ إذا قلت أن الكويت متصدرة الدول في العلاجات البيولوجية عندنا الحمد لله خير بالكويت وزارة الصحة صراحة لم يقصر أنها توفر الأدوية ترى أسعارها جدا غالية ومع ذلك موفرينها لكل مريض يحتاج العلاج هذا يعني بس بالأميري لأنني أنا أشتغل بالأميري بس بالأميري عندنا ما يقارب الألف مريض قاعد يأخذون الأدوية هذه ممتاز يعني الحمد لله لم يقصر معنا في الفترة الأخيرة قمنا نسمع أن هناك أدوية قاموا بوزارة الصحة يبونها مؤصلية أو يشترونها من أماكن أرخص فتأكدي لنا أن الأدوية الموجودة عندكم الأصلية والممتازة أصلاً صعب أنها تصير تقليد لأن تحضير الأدوية هذه صعب يعني نطمن المشاهدين الذين قاموا يدش الشيك في قلبهم حتى من ناحية الأدوية طمن وترى الأدوية ممتازة موجودة في مستشفياتنا الحكومية دكتور كلمين عن أبر المفاصل أبر المفاصل هذه بطريقة من طرق العلاج فمثلاً بالنسبة حق التهاب المفاصل الدكتور ممكن طبيب الروماتيزم ممكن يحقن الأبرة هذه بالمفصل فيعطي عادة يكون كورتزون بالأبرة فنعطي الكورتزون هذا داخل المفصل عشان يعالج المفصل فعادة طبعاً الكورتزون مثل ما الكلي عرف إن إذا عطينا المريض جرعات كبيرة لفترات طويلة ممكن يؤدي الكورتزون إلى أعراض جانبية لكن لما تين تعطينا بالمفصل فهو يؤثر فقط في المفصل ويعالج المفصل وما يؤثر على مفاصل الجسم الثانية كذلك ممكن نعطي أبر نسميها بالكويتي أبر الزيت هايلورونيك أسد هذه الأبر فيها نفس مكونات الغضروف فالمرضى اللي يعانون من خشونة المفاصل ممكن نحقن المادة هذه داخل المفصل فتقوي من الغضروف المفصل وتخلي المفصل يطري شوية وتكون حركتها أحسن من قبل كلمين عن خشونة المفاصل دكتورا والمرضى اللي قاعد يعانون من هالمرض خشونة المفاصل هذا موضوع تماما مختلف عن التهابات المفاصل مرضى خشونة المفاصل يختلفون عن مرضى الالتهاب لأن الألم عادة يكون في آخر اليوم الصورة معانا موجودة فنشوف مثلا الأنسجة التي حوالي المفصل تكون سليمة لكن نشوف الغضروف كيف يكون متآكل فالعظم يحك بعضها لما المريض أو شخص يستعمل المفصل العظم يحك بعضها ويسبب بالألم وساعات مثلا تسمعين المريض يقول أنا أسمع صوت لما يحب تكطق ركب ركب المريض مثل ما ذكرنا أنه يحس بالألم في آخر اليوم وطبعا أمراض الروماتزم معظمة تكون عند النساء يعني لخشونة مختلفة عن الروماتزم تماما مختلفة عكسر الروماتزم فعادة تكون عند النساء طبعا أكثر من الرجال ليش ليش وفي أسباب بس نحن ما نعرف كل الأسباب بس نحن نعرف أن في هرمونات طبعا هرمونات الأنوثة تلعب دور كبير بالأمراض الروماتزمية فكل مريض رجل يعاد لثلاثة من النساء بشكل عام لكن لو يتحت على مرض دقب الحمراء كل رجل يعاد لتسعة من النساء في علاقة بين الأمراض الجلدية وأمراض الروماتزمية شنو علاقتها طبعا وايد من الأمراض الروماتزمية تسبب طفح جلدي فمثلا عندك أو العكس طبعا فمثلا عندك مرض الصدفية معروف مرض الصدفية سبب طفح عشرة بالمئة من الذين عانون مرض الصدفية ممكن يصابون بالتهاب المفاصل فدايما طبعا نحذر مرض الصدفية نرى هنا الصورة تبين الطفح الجلدي الصدفية والصورة التي تبين الالتهابات المفاصل القدم في هذه الحالة دكتورة ما تعالجين أول الطفح أو الالتهاب أو مع بعض طبعا عادة إذا كان طفح يعالجونا بالكريمات وممكن الساعات الحبوب بس إذا وصل حق المرحلة أن المفاصل تبدأ تلتهب طبعا نعطيه العلاجات البايولوجية فتعالج لاثنين تعالج الجل وتعالج المفاصل يعني الله يعين المرضى ومع الأدوية اللي قاعدين يأخذونها يمكن أهم يجهلون شنو الأدوية اللي قاعد يأخذونها بس فعلا المناقشة مع الدكتور المختص هني يطمن هل أهو قاعد يأخذ العلاج الصحيح ما يروح في ناس يأخذون الأدوية من كيفهم واحد يمدح لزيت يروح يحط ويجرب كل واحد يصير طبيب نفسه بس أكيد نحن نأكد على أهمية مراجعة الدكتور المختص يعني إذا حسيت أن لديك مشكلة في الجلد لا تهملها الدكتور قالت أن يرتبط بينها وبين مرض الرماتزم دكتور المشكلة التي تعانينها مع المرضى ما هي خصوصا المرضى التي يعانون من الرماتزم شوف خلأ أقول من البداية من أهم اللقاءات بين الدكتور ومريضة وهو أول وثاني لقاء لما يراجع المريض ويقعد معه الطبيب ويسمع لشكوى ويفحص فحص شامل ويكون في حوار بينهم يبتدي المريض يأخذ أو يبتدي الدكتور يأخذ ثقة المريض عادة الزيارة الثانية تكون زيارة التشخيص فأنا يقول المريض أقول تشخيص كذا وكذا علاجك سيكون كذا وكذا كفاءة الدول سيكون أعراض الجانبية لازم اتواضب على العلاج في أشياء معينة لازم تسويها الحوار بين الطبيب والمريض وهي المهم والدكتور أنت حليتي جزء كبير من المشكلة فيكون فيه حوار مفتوح دائما بينك وبينه لما ما تكون الثقة هذه موجودة هذا كله ينعكس طبعا على مصلحة المريض لما ييه المريض مثلا يقول لي أنا ما أخذيت العلاج ساعات ترى لما تكون المشكلة بالدكتور هو ما وضح حق المريض هو ليش لازم يأخذ العلاج شنو المشاكل اللي ممكن يلاقيه لما يأخذ العلاج طبعا المرضى مختلفين كل واحد ثقافته غير كل واحد بيئته غير والدكتور لازم يعرف لازم يدرس مريض لازم يدرس المريض يدرس ثقافة المريض ويقدر يحاجيه على مستوى المريض عشان يقدر هو يفهم بس نرد على موضوعنا أن المشكلة الأساسية لما المريض يتجاهل أنه يأخذ الدوة وبعدين يقول لك أنا وصلت زين الزين الشيء الثاني أنا أحب وضحها ودان من وضحها لحق مرضاي لازم المريض يكون عنده تقبل للمرض ويكون عنده تقبل العلاج الذي يأخذ ساعات لما تين تعطين المريض علاج لا يفيد تعطينه واحد ثاني هم ما يفيد واحد ثالث هم ما يفيد المريض ساعات يكون من داخله حاس أنه خلاص أنا مريض وما رح أصير زين وما رح أطيب مهما تعطيني الدكتورة وما رح أصيد زين الدراسات أثبتت أنه لما يكون المريض متقبل المرض ومتقبل العلاج اللي قاعد يأخذه ويكون متفائل وحاس أنه رح يكون زين استجابة للعلاج تكون أحسن فأنا دايما ننبه على المرضى لازم أنت من تكون من الداخلك حاس أنك أنت رح تصير زين ورح تستجيب حق العلاج تمام شنو مستقبل الدراسات اللي تم رصدها في هذا المجال طبعا نحن الدراسة توهابادية لحد الحين يعني ما حللنا النتائج بس نحن وائد متفائلين أن الدراسات هذه نتائجها تبين لنا استعدادات مثل ما قلت الشعب الكويتي للأمراض والعلاجات اللي يأخذونهم وبعدين رح نقارنها مع الأرقام العالمية اللي عندنا ونشوف هل شعب الكويت مختلف من ناحية الروماتيزم مع الشعوب الأخرى أو لا هل هناك أغذية تحبين توصينا عليها دكتورات أن المرضى الروماتيزم يهتمون فيها في نوع معين شوفي هو كدراسات كبيرة وأكيدة على التغذية ما فيه لكن في دراسات صغيرة وبيّنت أن التغذية الشاملة ممكن أنها يتقي وتعالج الأمراض الروماتيزمية يعني مثلا ننصح المرضى أن يقللون من اللحم الحمرة ليس يقطعونها بس يقللون يعني مثلا مرة واحدة بالأسبوع الأكثار من الخضار الأكثار من الفاكهة الأكثار من الحليب منتجات الألبان لأنها تقوي الأعظام طبعا السمج وايد زين زيت السمج الأوميغا ثري ومشتقاته السمج ممكن يحمي الإنسان من التهابات كثيرة ومنها التهابات المفاصل وكذلك الأوعية الدموية والضغط وغيرها بالنهاية نحن نبي تغذية متنوعة أنها ممكن تساعد للمفاصل طبعا في نصايح أكثر الواحد ممكن يعطيها حق الناس إذا تحبين نحن نسترسل بالحديث أكيد عندنا وقت ليلحن نقدر نتكلم لكن هل في أطعمة أو شيء معين يؤدي إلى مرض النقرس النقرس هذا مرض ثاني طبعا داء الملوك وسبب تسميته بداء الملوك لأنه مرتبط باللحوم فاللحم في بروتينات صعب أنها تنهضم بالجسم فلما يكون الواحد عنده صعوبة أنه يحضم البروتينات هذه تترسب إما أنها تترسب بالكلة أو أنها تترسب بالمفاصل فلما تترسب بالمفاصل مثل ما نحن شايفين بالصورة أكثر مفصل يتأثر بالنقرس الذي هو مفصل صبع الريل الكبير طبعا الرقمة ممكن تتأثر الكاحل ممكن يتأثر الإيد يمكن التهاب النقرس أكثر التهاب مؤلم للمريض يعني لدرجة أنه يقول للمريض بس الشرشة في حوش ريلي أحس بألم شديد فهو جدا درجة حساس درجة حساس ما يفعلون عائل الذين يصابون بهذا المرض هو المرض عادة يبنى وبات لما الواحد مثلا يأكل لحم وايد لما يأخذ أدوية معينة مثلا يكون مسافر ويتعرض للجفاف أو مثلا يكون مسوية عملية هذه المخاطر التي تبرز المرض تلتهب المفاصل عندها ولازم يأخذ العلاج تلاقينا بعد أسبوع أسبوعين ردة المفاصل الطبيعية ما فيها شيء تمام فيه نصيحة تحبين توجهنا كل المشاهدين تحكينا طبعا عن الوزن وايد مهم أننا نزل وزننا تدرين أن إنقاص الوزن بواقع خمسة كيلو يقي المريض من خشونة المفاصل بواقع خمسين بلمية هذا السؤال الذي أخوتي على الحرز كان مصمم أنت تسألينه وصاني أخوها موصيها وهي يبطريج تسألينها السؤال أخوها الوحيد الله يخليلي تياه إن شاء الله هذا سؤال علي هذا سؤال علي وصاني عن التغذية بس تحكينا عن التغذية الشيء الثاني لازم نحافظ على الرياضة الرياضة ووايد مهمة يمكن هذه من الأسباب التي خلت الأمراض الرماتيزمية تزيد في نسبتها حاليا لازم يكون في رياضة منتظمة أحسن رياضة ممكن نعملها لقيها السباحة السباحة تحرك مفاصل الجسم كلها تقوي العضلات وتزيد تحكينا عن التغذية تحكينا التدخين التدخين كذلك ممكن يزيد من الأمراض الرماتيزمية الشغلة الثانية القلق والاسترس من أكثر العوامل التي نرى عند مرضان تلاقي المريض زين ماشوا علاجه تمام كل شيء صار في مشكلة بالعائلة صار في مشكلة مع زوجها امتحانات اليهال تتيت المرض زايد عندها فتعلم التكيف مع ظروف الحياة لا يوجد مشاكل لكن عندما أتكيف مع مشاكل وعرف ما أتعامل مع مشاكلي هذا يحسن من وظيفة الجهاز المناعي عندي طبعا للأسف الاسترس الآن لازمنا يمكن 24 ساعة حتى احدناها من حاتي لكن بالفعل الواحد المفروض يكون ريلاكس أكثر ويتقبل الحياة مثل مائية كل شكر لك دكتورة أديب الحرز استشارية أمراض رماتزمية في المستشفى الأميري على المعلومات التي أعطيتنا اليوم كل شكر في وجودك معنا حبيبتي مشاهدين سيكون معكم بعد هذا الفاصل نرجع مرة ثانية مع زميلة راشد طبعا مشاهدين الحملة التي بدأت غضيتها من عندنا من تلفزيون والراي واستمر ان شاء الله ما نقول صراع ولكن استمر تبادل الآراء مع هذه القضية التي أخذت الأمانة تطورات كثيرة في عملية البيوت وعملية القرارات والقوانين وكان الأخوان في حملة ناطر بيت عندهم وجهة نظر معينة وحاولوا يصلوا لوجهة النظر وان شاء الله وصلت هذه الفكرة التي طرحوها والقانون وعملية مناقشة القانون وكيف تم تعديل وكيف تم تجاوز واطلقوها من الرأي تحديدا وراح نسمعها منهم بالتأكيد بأنهم المرة التي فاتت قالوا يحتاج هذا القانون وهو قانون 50 على 2010 إلى مرسوم ضرورة لتعديل هذا القانون عندما كان صادر في ذيك الفترة عندما صدر كقانون من مجلس الأمة وقيد نوعا ما الهيئة العامة للأسكان تقول قيدنا هذا القانون ويظن الأخوان طالبوا بتعديل هذا القانون حتى تكون هناك نوع من المرونة ولكن عندهم بعض الملاحظات على هذه القضية سنتعرف عليها بالتأكيد معاهم في البداية أرحب معضو اللجنة المنظمة لحملة ناطر بيت الأستاذ راضي الشمري مساك الخير أخو راضي مساك الله حياك الله أهلا مرحبا فيك وأيضا أرحب بالمنسق الإعلامي لحملة ناطر بيت وهو الأستاذ أحمد الشهري مساك الخير أستاذ أحمد حياك الله يمكن مشغل تليفونك للحظات الأخيرة أبتدي معاك أستاذ راضي على هذه القضية حتى هذه اللحظة التي نحن متواجزين فيها ما هي إنجازات هذه الحملة حملة ناطر بيت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بداية إنجازاتنا كان التجمع الأول قدرنا نقنع عدد من المواطنين أن يشاركوا معنا في التجمع عند الرعاية السكنية والحمد لله تجاوبوا معنا وكان في حضور ما كان الحضور الذي نتأمله ولكن حضور جيد وحضر بنفس التجمع الوزير السابق الأستاذ الشعيب الموزري ووعدنا طبعا قالنا أكثر من شغلة تناقشنا فيها ومنها وعدنا أننا شغلات كثيرة خلال ثلاث شهور واخذنا الوعد هذا التجمع الأول وفي التجمع الثاني التجمع الأول الذي كان في شهر ستة شهر خمسة 2012 شهر خمسة من هذه السنة ولكن لم تتيح الفرصة للوزير السابق شعيب الموزري حتى يفي بهذا الوعد لا طبعا على التجمع الأول أربع شهور قالوا خلال ثلاث شهور سنضع جدول زمني ونحل أشياء كثيرة فلا تحقق الشيء هذا شهر 9 2012 سونا التجمع الثاني الذي هو في ساحة الإرادة وللأسف لم يكن هناك تجاوب كبير من المواطنين يعني مع أن الغضية هذه تهم أكثر من نص المجتمع وما سبب هل هو خلل منكم أنتوا تباطوا في عملية التواصل الاجتماعي مع الناس ووسائل الإعلام لا لا أنا أشوفها يعني لا ووسائل الإعلام بالأكس ما قصرت لكن أنا أشوفها قلة وعي بالناء في حقوق الناس حقوقها يعني أنتحقك أنك تأخذ بيت فيه خلال خمس سنين الحكومة قاعدة تخليك تنطر أكثر من خمسة عشر سنة زيان هذا حق حتى أبدأ من الحقوق السياسية وفاهم لا أرى صراحة يعني تجاوب كبير من المواطنين لذلك الحمد لله رب العالمين يعني مثل الإعلام يعني حصلنا صراحة زخم كبير من من البرامج وكذا لقاءات صاروا معنا و أهم شيء سموه الأمير لما صدر المرسومة الضرورة في تعديل غانون الخمسين على 2010 يعني هذا كان أكبر إنجاز يعني سموه أمير عنده خبر عن المشكلة و عنده خبر أنه وصلت إلى جميل هذه النقطة سأتكلم فيها كمحور لكن أيضا أتكلم على هذا الترتيب كونك عضو بهذه اللجنة الناس مثل ما ذكرت قضيتها جدا مهمة و تهم شريحة كبيرة من المجتمع طيب عدم تفاعل للناس معكم دعونا نتكلم على تفاعل المسؤولين معكم في هذه القضية المسؤولين شون شفتهم تفاعل المسؤولين بالنسبة للمهندس صبح الملة عقد معانا وهو مدير العامل هي العامل العامل العاية السكنية طبعا قبل شعيب الموزري دعونا إلى أكثر من اللقاء أكثر من مرة و كذلك الأستاذ صبح الملة دعونا اللقاء و فيه اللقاء إن شاء الله يمكن بعد أسبوع أو سبوعين معه جميل نتقل على تعديلات القانون أخوي أحمد الشيري نذكروا الناس بالقانون السابق الذي هو 50 على 2010 و كيف كانت المثال و طالبتوا من هنا من عندنا في مسائي في تلفزيون الراي على تعديل أو إصدار مرسوم ضرورة ضرورة لتعديل هذا القانون هذا صحيح تكلمتوا في أنتوا على الهوهني حتى أؤكد حق الناس هذا الموجود عندك الحلقة مسجلة تاريخ 16-9 طالبنا كمطالب للحملة أن نتعدل الفقرة المادة 27 من القانون 50 على 2010 التي كانت تخص مدينة المطلع و مدينة الخيران بخصوص إنشاءهم تحت بند الشركات المساهمة طالبنا تعديل عدلوا القانون لكن هناك تعديلات جيدة لكن هناك تعديلات لا هناك شغلات اللغة هناك شغلات أول شيء لكي أقيس دعنا نتحدث عن الزينة الزين التعديلات التي صاحبت هذا القانون طالبتوا بإصدار مرسوم ضرورة لتعديل هذا القانون يكون هذا القانون يقتصر فقط على الشركات أن تتقدم للدولة وهي التي تبني البنية التحتية وهي التي تبني هذه المنازل وبالتالي لم تتقدم شركات عدل حلو حلو تعدل هذا القانون ما هو التعديل الذي عدل على هذا القانون 50 على 2010 كمراقبين أنت وصحاب حملة أول تعديل عدله بنسب الشركات المساهمة التي لا تزيد من قبل الحكومة أنها لا تزيد عن 24% ومن قبل الشركات الخاصة أنها لا تقل عن 26% وفي 50% اكتتاب للشعب يعني ما هي هذه النسبة هذه نسبة تأسيس الشركة تأسيس الشركة قبل كانت لا تأخذ الشركة كاملة 50 بيع لا كانت تأخذ الشركة لكن الشركة كانت تحمل تكاليف البنية التحتية نعم الآن الدولة ستتحمل كل أو جزء نعم من البنية التحتية و ستعطي و ستوفر حق الشركات أراضي الشركة تبني و تبيع حق المواطنين هذه أنت تعتبرها من المميزات لا هذه ميزة لكن فيها سلبية بعد ثانية اللي هي جايين حق السلبيات دعنا نتكلم عن الميزة الثانية مميزات هذا القانون الذي صدر بمرسوم ضرورة و محتاج لتصويت منجس الأمة أنك تشارك القطاع الخاص أتحت لفرصة أنه يجني أرباح من خلال تعاملهم مع المؤسسة رعي السكنيين لأنه قبل سوي دراسة على مشروع الخيران أثبت عدم جدوى هذا أحد التعديلات التعديل الثاني أنك أنت حررت المطلاع و المطلاع والخيران المطلاع والصبية كانت نفس الطريقة دهشة بالغانون الصبية تستطيع تبنيها على نظام ضواحي جزء بلالة تأخذها كمدينة يعني تستطيع لفة يعني تستطيع تستطيع توفر هذه بعض المميزات لكن القانون السابق لم يكن يسمح بشيء هذا لكن بعد مرسوم التعديل وقت معين حصل قيود أعقب على أخي أحمد شغلا بالنسبة للتعديل القانون الجديد التعديل القانون الجديد مصالح المواطن لكن المشكلة فيه أنه أنت قدامك أكثر من نص المجتمع لا يوجد بيوت التعديلات هذه على ما تأسس الشركات على ما تشتغل الشركات على ما تضبط أوضاعها تحتاج إلى سنوات على ما تسوي الشغل هذا كله سيكون يمكن وصل 200 ألف الشركات محلية فقط هذا القانون فتح المجال أيضا للشركات الخليجية والعربية والعالمية فتحوا مجال للشركات العالمية فحنا نأمل أن الشركات العالمية في شركات على مستوى عالمية سواء تركية أو صينية على مستوى يشتغل بدول يمكن أن يصلح لك الأراضي خلال فترة وجهزة ستة شهور سنة يمكن أن يحقق لك مثلا أنا أصدق وي راضي أن القانون السابق لم يسمح بالشيء حاليا برسوم التعديل أفضل القانون ولكن لا يحلل المشكلة جذرية الميزة الوحيدة تقدر تدخل شركات أجنبية إذن تحركنا دارت العجل لشيء المؤسسة العامة لدعية السكنية لازم أنها صراحة لا أعرف ما يقومون مشروع الدائر السابع من أكثر من سنة وهم تتكلمون عنه وبشرى المواطنين وبشرى وزارة الدفاع مراضين يطلعهم من الأرض هذا القضية لن تتكلم عنها القضية لكن أرجع حتى أختم هذا ملف التعديل لهذا القانون ما هي مخاوف حملتنا الطربيت من هذا التعديل أول شيء أنا عشان أحكيم مجلس الأمه لم يصوت عليه عدل لا لنحن لنحن سيعرض على مجلس الأمه سيعرض لن نتعامل مع مجلس الأمه سأقول لك بعدين لدينا الجدول الزمني معيار النجاح لأي عمل جدول زمني أنت الآن كنت تنشئ لألف وحدة سكنية أنشأت أنجزت لكن هذا لا يتناسب مع طلب الأسر الذي تزايد يوميا نبي سرعة مناسبة وضعنا جدول أرغم وضعنا جدول زمني في الجريدة منشور جريدة القبس عن طريق الحملة هذا واحد اثنين عندنا وضعت الجدول الزمني نحن جاهز بالجدول الزمني بالسابق لم نضع حلول كنا مجرد أن نضغط لأن الحلول ستبدأ نناقش لا يحدث لا يحدث لا حطينا الآن خلاص قمنا نضع حلول تفضل نفذ هذا الجدول الزمني لدينا تكلفة الوحدات السكنية القانون لم يحدد ما تكلفة الوحدات السكنية كم ستبيق هذه الشركات لا نعرف أنت ستسلم الشركات أراضي رأي السكنية تسلم الشركات أراضي تبتد الشركة تبني وتبيع مباشرة على المواطن وتسدد الرعاية السكنية تأخذ منها وتسدد عفوا حتى نفهم هذه النقطة وفهم مع المشاهد الكريم إذن هذه الشركات لا تبني البيوت وتسلمها للهيئة وإنما تبني هذه البيوت وتبيع على المواطن المواطن مباشرة تسلم علاقتها مع المواطن الهيئة تشيل إيدها عن الموضوع للشركة إذن الهيئة منويةها في بنك التسليف والدخار معها صحي فإنما تنزل غرضك 70 ألف على البيت هذا ستستقطع منك رعاية سكنية وتسدد للشركات المساهمة هي مسؤولة عن التحصيل نعم حلوب الهيئة هي الملزمة أمام الشركات بتحصيل المبالغ الهيئة هي ملزمة أمام الشركات عشان تضمن رأس المال نعم ما تبي الشركة تخسر ما تبيع هناك جهة حكومية تضمن العملية يمكن أن هذا الجهة الحكومية وضع معايير لهذه الشركات بأن يجمع نسبة أوهام الشر ربح بمعدل ومعدل أكيد هناك قرارات ستصدر على أثر هذا القانون شوف أخي راشد المواطن هو الحلقة الأضعف بالعملية هذه كلها مواطن رعاية السكنية تاجر مقاول غسي الحين لما أطالب كمواطن تحدد لي سعر عشان يعرف بعدين كم سعر الوحدة السكنية لا تجعلها مفتوحة ويبدأ التاجر يحددها مثل ما يريد يزيد مني يبني مثلا الطوابغ حوش يزيد عليك السعر لا فيها مشربح الرعاية السكنية تعرف تكلفة البنية التحتية تعرف كم تكلفة الطابوق المدعوم المواد الإنشائية فلازم تحدد مشربح معين اجتمعنا مع المهندس صبح الملة قال لنا فيه لائحة تنفيذية راح تحكم الشيء هذا أنا صراحة كمواطن لا أستطيع أثق بالحكومة متخوف لكن من جهة حملة ناطر البيت يجب أن نضغط لكي لا تضرر الأسر هذه لا تحملها تكاليف أكثر من الموجود يعني لا تضع أنت تطلبون بالتعرف على هذه اللائحة التنفيذية قبل إصدارها مثلا اجتمعون معكم يجب أن يكون فيها تحديد الأقل تحديد أسعار لأن الآن لا تستطيع تحدد أسعار متغيرة أخي أستاذ راضي في زمان المواطنين يشترون بيوت عن طريق بنك التسريف يأخذون السبعين ألف القرض يشتري بيت لما كان في مشكلة في وفرة الأراضي قبل في أراضي في بيوت لبيع معروضة كثيرة الآن لا يوجد أرض الطلب تقريبا 100% والأرض يمكن تعدى 5% طبيعي سيزيد حتى يطلع المواطن كم سيدفع المواطن ستعطي 70 ألف يأخذ من بنك مثلا تجاري 70 ألف والباقي سيسدد الآن في أرخص المناطق تعتبر سعد الأبدالله سعد الأبدالله تعتبر أرخص المناطق في بيوت أسره أكثر من 370 ألف فشان سيشتري المواطن تعطي 70 ويقترض من بنك 70 حتى هذا تعليقا على الأراضي موحرة المطلع الشركات تشتري موحل الحل توفر أراضي لماذا إذا استرعت الشركات إذا الشركات ادخلت بالموضوع وعملت وحدات سكنية ستكون عندي متسع من الوحدات السكنية ونماذج مختلفة بالعكس ونحن نتحكم بالسعر كنا نملك من الحصة 24% كحكومة وانت أيضا كمواطن تملك حصة مع هذه الشركات 50% للمواطنين لأنك حصة مع هذه الشركات كيف توفر سعر مناسب للشركة لكي يبني فيها سعر أراضي غالد أنا كدولة موفر الأرض وموفر لك البنية التحتية وانت تعال هذه المواد الإنشائية مدعومة أيضا من عندي دولة شيء يطلع عليك ربحة 10.000 أعتقد نرجع النقطة الأولى يجب يحددون سعر أعلى للبيت إذا الهيئة مطالبة بتحديد أسعار سقف معين أو هامش ربح معين على هذه الشركات نحن نقول الأسعار متغيرة مثابتة الدولة لكن نتحدث عن النقطة التي أثرتها قبل وهي هذه العقبة في عبدالله مبارك أعتقد هي الدار السابع ما هي مشكلتها البلدية التقين مع الأسكان قالوا البلدية سلمتنا الأرض ونحن الأسكان ونحن نزف بشرة للناس حالة بداية 2013 أعتقد حتى فيها 7000 وحدة سكنية ما هي المشكلة هذه المتابعة من الأول هذه الأرض كانت بدل مشروع غرب هدية كان في مشروع قالوا أنه سيطلعون غرب هدية بعدين ننسل قالوا أنه سنأخذ هذه الأرض وتعرف عندنا روتين تقعد على أساس ورقة توصل من وزارة وزارة كتابنا و كتابكم طول المشروع طول آخر شي قالوا أنه وزارة الدفاع و النفط تنازلوا عن الأرض آخر شي الدفاع يعني كان النفط للتنازل الأولا و بعدين قالوا وزارة الدفاع تنازلت هذا من زمان ترى أكثر من سنتين جميل للأسف يعني من سنتين و متنازلين الدفاع و متنازلين النفط يعني ولا صار فيها أي شيء أنت لو تمر من عند المنطقة دائما نمر من عندنا ما فيه أي شيء منصات الصواريخ مالات وزارة الدفاع موجودة و المباني مالاته موجودة و حتى سووا مسح للأرض يعني أخي راضي من المقصر المقصر لسكنية مشكلة السكن بدأت مع تأسيس المؤسس العام لرعاية سكنية تأسيس سنة 93 لو تلاحظوا قبل ما كان فيه المشكلة الكبيرة صح؟ كان فيه مشكلة باختيار المناطق يعني مثلا المناطق المناطق العاشرة و المناطق يعني التعامل مع رغبات و ليس معها تعامل مع رغبات لكن فيه من السنوات 86 كان المواطن الذي مقدم قبل سنتين في منطقة العيون و منطقة النسيم كان ممكن قبل سنتين ثلاث سنتين يعني يعني يمكن هو زوج و طلع لهم بيوت ليش؟ لأن كان فيه وفرة 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 أراضي لكن حاليا المؤسسة من 93 يعني معقول المؤسسة تبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتور المؤسسة لا تعلم كيف تعمل المؤسسة 93 ستقرون يعني عن المستشارين و المدساين هذا موآية قانون رعاية السكنية على أساس أن رعاية السكنية هذه تختص مسألة الإسكان خمس سنوات يجب أن تغ listen to the country و خلال خمس سنوات يجب أن ترسم صحيح صحيح أنا أتحداك إذا بالمؤسسة عندهم استراتيجية لا يعرفين كم عدد الطلبات قبل أن أذكر الكويت كان أكبر نسبة نمو طبيعي بالعالم قال 3.6 كان أكبر نسبة نمو بالعالم كسكان الشريح الأكبر أقل لهم الشباب والأطفال المفروض ترسب خطة استراتيجية أنك شون راح توفر لهم بعدين السكن بما أنك انت ملزم أنك خمس سنوات لا أفو بهذا التزام مشكلة عبد الله مبارك كحملة وكمراقبين ترى عند من يوما بالضبط المشكلة عندها سكانية وزارة الدفاع تشت معهم بالمشكلة و لم تنازلت وزارة الدفاع ومزارة الدفاع يمكن للأسر سموهه رئيس الوزرة كانوا هو وزير الدفاع و يسمعنا نتنازل عن الأرض الان مراضي من طلع من الأرض هذا الكلام السبع الملأ السكنية الكلام الأسكان يقول أن الوزارة الدفاع مراضي من يطلع من الأرض لأنه يقولون أعطونا أرض بديلة الدفاع ما شاء الله أراضيه مش كثر يعني بعدين المبنى الذي فيها ليس مبنى كبير ولا في شغلة إذا رسالتكم موجهة للدفاع يعني وزارة الدفاع نتمنى تجد حل لهذا الموضوع و نكون معنيا أيضا بهذا الموضوع نتمنى يوم لأيام إذا باجر أمكن أحد من العلاقات العامة بوزارة الدفاع يرد علينا حول هذا الموضوع بأنكم و مع الهيئة العامل إذا كانت منكم في البداية قلتوا أننا نتنازلنا على الأرض و بعدين رديتوا مرة ثانية و قلتوا أننا أرض بديلة و تركوا هذه المنصات الصاروخية موجودة عاد المنصات صح؟ هناك منصات و مبنى طيب ممتاز أحد الوقت لا يأخذنا لدينا ثلاث بس ثلاث وزارة أوجه لهم رسالة أحمد الخالد وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد الدائر السابع أعتقد أن سمع الخطاب الأميري رغبة صاحب السمو أن الأسكان ضرورة ملحة كقوات مسلحة أنت لازم تنفذ الأمر و تخلي الأرض على طول هذه فوراً لازم تنفذها كقوات مسلحة هذا واحد أصدر أمر نعيد النقطة هذه صاحب السمو ذكر بخطابة أن الأسكان ضرورة ملحة جميل كقائد أعلى للقوات المسلحة صاحب السمو يصدر أمر أنت وزير الدفاع تطبق تسمع الأمر تطبق على طول أرض الدائر السابع لازم تخليها منظومة أمنية المواطن أنت ترى الأزمة التي تصبح المواطن أولى و تنازل عنها و عندهم حلول البلدية لا تنازلوا عنها صارت مشكلة بينهم بين البلدية و أرجع أقول الأسكان هم الحلقة الأضعف عندنا مصطفى الشمالي وزير المالي أتمنى منه أن يطلع بخبر زين يعني عودنا على الأخبار الأكسية يقول سلمنا أراضي خيطان للرعاية السكنية هذه قبل لا يصير وزير كانت موجودة عند دكتور نايف الحجرف يدرس موضوعها و سيسلمها يعني 90% سيسلمها حق الأسكان لكن هي الآن تحت يد وزارة المالية هي تحت يد وزارة المالية و عندنا نفس النسيب و توزعت النسيب و توزعت النسيب حيات الزراعة هي العامة للزراعة للثروة السمكية نعم للثروة السمكية و الإسالة وجهها واضحة البشر أولا من البقر يا جماعة تكرمون مزار الأبقار 11 مليون متر مكأب حق 50 شخص أسر ملاقية سكن تبقيتنا على الحدود منعقولة هذه أيضا يا جماعة لنكون منصفين في الموضوع قد تكون هذه المصانع تحتاج إلى اكتفاء ذاتي و وطني في المستقبل حتى لا نطلب أزمة بيض أزمة جهاز أزمة جبن أزمة حليب الأراضي كثيرة يعطونها من الأراضي السكنية التي كانوا يقررونها على الحدود أعطي مصانع على الحدود ممكن وضعت الحلول البديلة يعني يجعل التاجر يوفر مواصلاته وهذا يوصلهم داخل الديرة لأن البشر تحطوا أخر الدنيا وداومة عزاء على ما يوصل كوي صحي عدل والأرض الأخيرة تحت إيد الشيخ محمد العبدالله وزير البلدية جنوب الجهرة أرض فاضية لا أحد يستغلها لا موجودة بمخطط ما تحت إيدها تحت إيدها كشخصة أو تحت إيدها كبلدية كوزارة كبلدية كبلدية موجودة عندها أتمنى أن يوفر الأرض هذه أو يسلمها للأسكان يمكن أن أرض نفطية لا موجودة على المخطط ذلك ليس موجودة ولا مستخدمة نهائيا لماذا تحفظ عليها البلدية لا تدري لكن البلدية لا تريد أن تعطيك كل الأراضي لم تقعدوا معهم لم تزورتهم والله الأمانة هذه الحين يطالبون فيها رعاية السكنية يطالبون في جنوب الجهرة جنوب الجهرة أرض جديدة أيضا السكنية تتحرك معكم متفاهمين لا السكنية لا تتحرك أنا ناشد رئيس الوزراء و ناشد صاحب السمو الأمير أن يتعاقدون مباشرة مع شركات عالمية باستصلاح الأراضي وتوفيرها بأقصى وقت ممكن خلال السنة توفر عشر تلاف السنة اللي وراها توفر خمسة عشر لازم نرى شيء على أرض الواقع لن نرى كلام وحتي ووعود على الفاضي أن نرى إن شاء الله بختم هذه الحلقة سيد راضي ما تتمنى من المجلس الأمة حول هذا القانون أو مرسومة ضرورة لتعديل هذا القانون خمسين عام ٢٠٠ أتمنى من المجلس الأمة أولاً أن يوافق على مرسومة ضرورة هذا الرقم واحد و الرقم اثنين أنهم يشكلون لجنة خاصة حق المشكلة لأن المشكلة أتمنى منهم يأبنون هذه المشكلة رقم واحد يعني من ضمن أولوياتهم من ضمن الأولويات رقم واحد مو أولوياتهم الأولويات رقم واحد و مجلس الوزراء للأسف المجلس السابق كان لها 26 أو 26 أولوية لا تطروا إلى اسكان هذا الرسالة مثل أمه ورسالة مثل وزارة ورسال وزارة قلنا نبي تعاقل مباشر مع الشركات وتنفيذ البيوت خلال سنة سنتين أخو يا أحمد أيضا في ختام هذا اللقاء شنو الرسال قرار وزاري أول قرار سنة 2009 وزير الدولة لشون رعاية لشون الاسكان الدكتورة موضي لحمود صدرت قرار قالت نبي نوزع الوحدات السكنية على المخطط خلال ثلاث سنوات هذه البند الثاني خلال ثلاث سنوات يوصل التيار الكهربائي للمشروع شرط المشروع هذا 2009 حل أزمة كبيرة جابر الأحمد ساعد العبدالله صباح الأحمد ثلاث مدن ثلاث مدن حلت الأزمة قرار وزاري يعني ما قول القانون هذا قرار وزاري موجود لو يتكرر سيوزعون على المخطط سيقل أسعار سينفذ خلال ثلاث سنوات سيجبر وزارة الكهرباء والماء إذا تعطر المحطات سيجبرها أنها تنشئ لكي توصل التيار خلال ثلاث سنوات ممتاز يعني يحتاجون إلى هذه القرارات و أتمنى إذا رسالة ستوصلنا أخيرا في هذا اللقاء أتمنى 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 أن الأخوة أعضاء مجلس الأمة مجلس الوزراء يضعون نصب عينهم خطاب صاحب السمو أن الأسكان ضرورة ملحى ترى الشعب كله قاعد يراغب سيد عدنان عبدالصامت صرح تصريح واضح قال أكبر نجاز المجلس إذا حل أزمة الإسكان و أنا أشيد كلامه و هناك أخوة الأعضاء الثانيين و محمد الجبري و محمد البراك أشيد توجههم و أتمنى أنهم يستمرون و إن شاء الله سنجدون الجلسة بأقرب وقت عشان يناقشون القضية الإسكانية مجلس الأمة أحمد شيري كل الشكر لك أستاذ راضي عندك شيء بعجالة و أريد أن أصراح لأننا المجلس الأعلى للتخطيط و عندنا الوزرات كلها المفروغة يحطون استراتيجية واضحة و بجدول زمني خصوصاً قضية الإسكان يحطونها الأولوية القصوى مثل ما قال صاحب السمو و إننا ينفذون ما نبي بس وحود بارك الله فيكم أستاذ راضي الشامر كل الشكر لكم و قبولكم و منفقين إن شاء الله في هذه الحملة و أيضاً مشاهديننا نتمنى حقيقة أن تأخذ نحن نعلم تماماً و أستاذ صبحي الملة طبعاً على رأس هذا الهارم هارم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأنه يلتقي دائماً و بشكل مستمر مع الشباب نتمنى حقيقة طرح هذا الحلول و ظهورها إلى الإعلام حتى الناس تتعرف على هذا التطور المصاحب من قبل الحملة و أيضاً من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية يا جماعة عرفوا الناس إحنا وين رايحين عرفوا الناس على الجدول الزمني الخاص في بيوتهم المستقبلية فأصل و راجع لكم إن شاء الله التطور التكنولوجي مشاهدين لا إيجابيات ولا سلبيات بالتأكيد ولكن إيجابياته كثيرة و أيضاً بالمقابل سلبياته أكثر إذا كثروا مخترقين أو الهكرز المتخصصين في عملية هدم كل شيء تم تطويره اليوم راح يكون لنا وقفة مع رجل خبير في مجال التكنولوجيا يعني قال كلمة يمكن البعض استنكرها استغربها البعض ما أخذها بعين الاعتبار ولكن خل الكل يفكر يقول لك هكر وجواسيس في جيوب كل شخص شنو هو المقصود من هذه الجملة أكيد راح نتعرف عليها تحديداً و نبتدي سؤالنا بهذه الجملة مع خبير أمن المعلومات الأستاذ عبدالله العليم السلام عليكم السلام عليكم ياهلا مرحبا فيك و سعيد باللقاء معك الأمانة طبعا التكنولوجيا جداً مهمة ما شاء الله عليك أنت نشط في المقابلات التلفزيونية ما شاء الله عليك من مكان إلى آخر و الأمانة لكل يستفيد مما تطرح في هذا الموضوع و اليوم نتشرف حقيقة نتواجدك معنا في مسائل تلفزيون الراي و نريد أن نتعرف بنتيجة إن شاء الله إيجابية جديدة مهمة لكل من يتابعنا و يشاهدنا أولاً في عملية الهكر و الجواسيس في جيوب المواطنين بسم الله الرحمن الرحيم أولاً أنا أعتقد أن مفهوم الهكر تطور بشكل كبير جداً في العشر سنوات الأخيرة و لم يصبح كما كان يفكر الناس أنهم أشخاص مجرد أشخاص يسرقون الإيميلات أو يغير صفحة موقع و يدخل إلى منتدى و يحصر على بنات ليست ذوقي ما و يبتز بمبالغ قليلة الآن تطور مفهوم الهكر بشكل كبير جداً فأصبح و أتوقع حالياً موجودين على ثلاث أنواع النوع الأول هم الهكر القدماء نفس ما هم الذي يهدفهم الرئيسي هو الحصول على الأموال هؤلاء تطوروا أيضاً وتطوروا تساليبهم و أصبحوا مجموعات و أصبحوا يحصلون على الكثير من الأموال و أصبحوا من أصحاب الملايين في بعض المرات حتى تجد أسماء أكثر من عشرة أصبحوا من أصحاب الملايين على موقع الانتربول لو تدخل موقع وزارة العدل الأمريكية justice.gov أو تدخل موقع cybercrime.gov تجد يومياً قضايا متعلقة بهذا الخصوص يعني أموال غير مشروعة أموال غير مشروعة أموال غير مشروعة يسمى كاردينج اللي هو سرقة البطاقات الإتمانية ثم إعادة استعمالها أو وضحها على كروت فعلية ما زالت مستمرة طبعاً ما زالت مستمرة و هو سوق رائج ولهم مواقع كثيرة و منها آخر موقع حتى الـ FBI سويت الموقع اسمها كاردر بروفت و النصبت كمين و بعدين صادت 13 شخص و فيها تقريباً 120 صفحة موجودة على موقع وزارة العدل أنا قرأت تقنيات عجيبة تستعملها الـ FBI و يستعملها الـ hackers في حصر على الأموال كيف متوفرة هذه الأجهزة بيدينهم يعني عادة متوفرة بالسوق أي إنسان يمكن أن يحصل عليها؟ الأجهزة التي تقوم بإعادة الكتاب على الكروت موجودة تباع سيارة 300 دولار موقع إيبيدي أقول اسمها أقول اسمها أنت قلت اسمها لا لا تقرأت تحطها يعني تحط الكرت مال مركز السلطان تحط عليه كردد كرت طبعاً أتكلم عن أمريكا عدل أو لدينا في الكويت موجود هذا الشيء بالكويت لا أعلم أنا لا أعلم بس طبعاً موجود بالعالم كله خاصة في أوروبا في أوكرانيا في الدول هذه لكن شنو هذا جزء من أنواع الهكر وهم المحرك الرئيس لهم هو الحصول على المال وهم موجودين وبكثرة الجزء الثاني منهم وهم ما يسمون أنفسهم أو ما يسمون بالهكتفست وهم هكر متقدمين عندهم سكلز و قدراتها قوية جداً يستغلون هذه القدرات في فرض أرائهم و فرض سياسات و برينسبل و شغلات يؤمنون فيها أغلبها متعلق بالدفاع عن الانترونت و الدفاع عن حريتها و عدم التحكم الحكومي في الانفرميشن و المعلومات و الانترنت و هذي اللي أغلبهم و هم منظمتين تقريباً و واحدة اسمها انونموس و هي منظمة مشهورة جداً قامت بالعديد من العمليات و قامت بإيقاف كثير من الحملات الرقابة الحكومية على الانترنت منها قوانين كان يسمها آكتة و غيرها و هم من يعني من يدافعون عن عن ويكيليكس حالياً بشكل كبير طبعاً جولي نأسانج هو مؤسس ويكيليكس هو كان هاكر و كان اخترق وزارة الدفاع الأمريكية في السابق و سجن لمدة تعتقد عامين في أستراليا و هو من رحم هذه المؤسسة لذلك هدفهم الرئيس هو فضح ما تقوم به مؤسسات حكومية تقوم بالرقابة على الانترنت أو تدعو للرقابة على الانترنت و بالتالي هناك طرف يعني ينادي بالنقيف تماماً بالنقيف تماماً على الناس دعوا المعلومات بيد الجميع و من هذا الباب أتى الوقوف مع وكيليكس نعم بالضبط بالإضافة إلى أكبر عملية اختراق سووها هي اختراق مؤسس تراستفور مؤسس تراستفور هذه شركة كبيرة جداً لها أفرع في كل دول العالم و تعتبر اسمها CIA shadow أو ظل و تقوم بجمع و تجنيد العملاء في كل دول العالم حتى لو توصع قمو ممكن أن نجند و أحد الوثائق طبعاً هم حصلوا على أكثر من خمسة مليون إيميل باختراق مركز التبادل الوثائق في داخل مؤسس تراستفور 200 قيق من البيانات خمسة مليون سلموا هو كيليكس نشرتها و أخذت تنشرها حتى الآن منها أن مثلاً وزير الخارجية السابق الأسترالي كان يقبض من CIA أموال و يقوم بتزيدهم بالمعلومات و كانوا يبقون المعلومات على طرف آخر ثم ثاني ثم ثالث ثم يعيدون هذا كلام موثق الذي تفضلت فيه حضرتك كلام موجود في موقع و يوجد الآن موجود تقيرة تنزلها و تطلع عليه وثائق مهمة جداً فيها معلومات كثيرة هؤلاء هم هذه دقيقة صحيح ما يورد في هذه الوثائق يعني المسلم الوثيق هذه عبارة عن إيميلات و بيانات تم تبادلها بين عملاء هذه الوكالة في جميع دول عندها قائمة سرية من تسعين مؤسس تعامت معها أيضاً هي هذه سرية طبعاً هذا رئيس فريدمان جورجو فريدمان أعتقد اسمه مشهور شخص مشهور بولد يعني سياسي مشهور أمريكي و نشرت هذه الوثاقة و إلى الآن لم نشرت كلها لكن هناك منها حتى متعلق بالكويت هؤلاء حتى من عمليات التي قاموا بها حتى لما تمت الحكومة الوكية قامت بإيقاف الدعم عن طريق الماستر كارد و الفيزا و الشركات البايبال لأن الناس كانت تبرع لأنه كان يطلب التبرعات فكلهم شركات أوقفت الدعم عنها قامت هذه المجموعات بضرب مواقع الماستر كارد و الفيزا و أعطلتها لـ 36 ساعة لما تتعطل مواقع مثل الماستر كارد و الفيزا لـ 36 ساعة يسبب هذا خسائر مالية هائلة البايبال نفسها خسرت أكثر فهؤلاء هم قسم القسم الثالث أيضا شيء اسمه تيليكوميكس تيليكوميكس أيضا منظمة نفس منظمة لكنهم أكثر وضوحا هذا لك مجهولين بالكامل لا أحد يعرفهم لكنهم نشطين في تويتر نشطين في مواقعهم تيليكوميكس أيضا لو نشاهد هم مع أنومس قاموا بدعم كبير للحرب الأخيرة التي صارت بين غزة وبين الكيان الصيوني قاموا بعمل شيء اسمه Emergency Room قاموا بعمل شيء اسمه Dropbox في معلومات كيف تتواصل مع العالم إذا قطعت الانترنت كيف تصل الانترنت كيف لا تقوم بمشاركة معلومات مهمة قد تفيد العدو قاموا باختراق الـ Cyber Space كامل ما لإسرائيل اللي هو .gov.com.il وقاموا بإيقاف البورصة تل أبيب واخترقوا Bank of George Shalim وسببوا وخسائر هائلة فهذا جزء مهم من الهكر موجدين لكن عندهم مبادئ يدافعون عنها فالمقصود أنه ليس كل الهكر سيئين أو كلهم يحصون بس يحصون الفلوس يعني كيف منهم ذكرت حضرتك ثلاث أنواع من الهكر هذا النوعين هناك ثالث أخطر نوعين الذكرتهم ما شاء الله منكذر وما نبقى ثلاثة وفلصنا كيف لديهم مبدأ هم أساسا قائمين على خطأ يعني يخترق أمورك الشخصية وأيضا عنده مبدأ بنفس الوقت يعني غريبة لا في بالعكس الثالث الثالث وهما أخطر من هؤلاء وهما الحكومات الحكومات أيضا عندهم هكر متخصصين في نوعين من الهجوم النوع الأول هو التجسس على الشعوب نفسها الشعب نفسه يخضع للرقابة للتجسس وهذا واضح جليا لما تم تقوم بإرسالها إلى ناس معارضي النشطاء ممكن حتى تجسس على الشخص التي تلتق فيه تتأكد منه كان يقوم بهذا نظام مصر السابق أيضا موجود في دولتين خليجتين خليجتين استعملوا فريق اسمها من إيطاليا وشروا منهم برامج متقدمة للتجسس على نشطاء في بلادهم وتجسسوا عليهم بالفعل وطلقوا أخذوا بياناتهم وفي موقع اسمه sitizenlab.org هذا الموقع كانوا نشطاء هذين يرسلون ملفات تم إرسالها لهم وعندما حلوها فيروسات اخترق تجهزتهم القسم الثاني هو الحكومة أيضا تضرب وتجسس على دول أخرى وهذا واضح في اختراق أرامكو اختراق أرامكو كان من هذا النوع كان في دولة تريد أن تضرب اقتصاد دولة أخرى جورجيا و من خلال اختراق أجهزتها من خلال هذا الفيروس أو هذا المشروع هذا الفيروس الذي عطل الكثير من الأجهزة أيضا عندك اختراق قبل شهرين المكتب العسكري في البيت الأبيض ثم اختراقه من قبل هكر الصينيين حتى أن وزيرة الخارجية اتهمت تغسين رسميا من العجابة أيضا قبل تقريبا شهر ونص على أن المكتب الرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي أثناء الانتخابات في الدورة الثانية من الانتخابات اتهم الحكومة الأمريكية على أنها أرسلت فيروس داخل أجهزة مكتب ساركوزي وتجسست عليه هذا صحيح الكلام و لك الديعاءات لا لا هذا موجود بين غاردين والسي أن والبي بي بي سي تم تجسس عليه طبعا ما تجسس عليه يرى كتاباته مخاطباته التجسس يكون عن طريق الكمبيوتر هم اخترقوا تقريبا 12 جهاز لمستشارين الأوفيس مالا هو من حسن حظ لم يكن عنده الكمبيوتر يعني كان من النوع يعني لم يعرف الكمبيوتر فهم حصلوا على البيانات من المستشارين نفسهم وهذه فرنسا تعتبر أقدم حليف للولايات المتحدة لكن مع هذا تجسس المعلومات لا لا يوجد صديق أو عدو المعلومات هي أهم شيء يمكن الحصول عليه جميل المعلومات هي أهم هذا الفيروس موجود عندنا نحن في الكويت يستعنون فيه حتى يتم التجسس على بعض الشخصيات أو المواطنين أو الشعوب هذا يعني نحن لا نستطيع نقول موجود حاليا ولكن الانترنت دخل في الخليج خاصة في السيث أربع سنوات بشكل كبير سارت الناس كلها عندها السمارتفون والآيفون والأندرويد وتستعمل كانت الدول الخليج أو الدول العربية عموما غير مستعدة لهذا الهائل من المعلومات التي وصل للناس التي حصل بأيدي الناس وقامت شاركة وقامت كانت الناس محصولة على الإعلام الداخل للدول أصبعت هي بنفسها مراسلين وتتكلم صحيح لذلك الحكومات تعتقد أنه يجب أن يكون في مؤمن الرقاب لذلك يجب أن يتراقب فإذا لم يكن موجود الآن فلا شك أنها تفكر على أن يكون في المستقبل لذلك كانت وقع لا موجود في السابق أنا شاكم في السابق يمكنك الموجود بالسابق أتوقع أنها كان موجود على وسائل الأتصال القديمة البنية التحتية إلى الآن ليست قوية أن تقوم ب حتى هذا اللحظة ليست قوية تقوم بهذه التقطية وهذه الرقابة التي تقصدها في بنيتة التحتية بالكويت بالكويت البنية التحتية بالكويت طبعا ليست قوية أبدا ضعيفة أمنيا من ناحية أمن المعلومات الداخلية والخارجية المواقع الخارجية للدولة مواقع أكل عليه الدهر فيها ثغرات كثيرة أكبر ضع هذا اختراق وزارة الخارجية وزارة الخارجية تم اختراقها قعدة 90 ساعة وزارة خارجية الكويتية خارجية قبل بعد الفاصل سنتعرف على هذا الموضوع بشكل أكبر و أيضا سنتعرف على معلومة عن دولة الصين العريقة و وضعها الإلكتروني ما ستحدث أعتقد الإجابة ستكون مفاجأة بعد الفاصل أستاذ عبدالله ذكر جماعة بأن حاولت وزارة الخارجية بتسعين ساعة عشان يعني تضع حد للخلل الموجود عندها إحنا ضعاف إلكترونيا كحكومات شلون التفسير عند أخي عبدالله اللي ذكرت قبل شوية إحنا إلكترونيا إضعاف مهندسين مستشارين كمبيوترات وزارات أمن المعلومات شيء يجب أن لا يمس لماذا تعتبر الدول أن انتهاك شبر من أرضها هو انتهاك لسيدتها قد تدخل في حرب وتلجأ الأمم المتحدة في الحين أن يمكن الحصول على ملايين من المعلومات و قواعد البنات المهمة أهم من هذا الشبر 20 مرة و مع هذا لا تجد أحد يلقي له بالا لما تخترق وزارة خارجية و شارجة سيادي وزارة مهمة وزارة يوميا وزارة الخارجية الأمريكية ترى ما هو الأبديت ما يعقل أن تقعد 90 ساعة بدون أن تكون موجودة أيضا أنت مخترق وزارة الوقاف في السابق اخترقت وزارات أخرى نحن نتحدث عن الكويت وزارات الكويت من يخترقها أبنائها أو من بره لا 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 نستطيع أن نحدث طبعا هذه مسؤولية الجهاز المركزي لديها فريق لا يبين لديها بالجهاز لابد أن يكون هناك تحقيق و تحقيق هذا يصل لنتيجة و يُعلن أو يتم هل حقق فيه؟ شيء رسمي لا أعلم هل يفترض أن يحقق و يتم تحقيق بشفافية و أن نتعرف على هذا التحقيق و النتيجة و أين أصلت له طبعا لابد بما أن كأشخاص و مواطنين تمنى هذه المؤسسات الحكومية على معلوماتنا يجب أن تكون هذه المعلومات محفوظة و أن لا يمسها أحد و أن لا يقربها أحد ما حصل سأل عبدالله وزارة الخارجية كمثال المهم مثلا هذين يخترقوا و حصلوا حين لا ندري هل حصل هذا على المعلومات هل داخل النتورك هل حصل على المخارجية فيها معلومات مهمة جدا و قوي الضربة التي ضربت فيها الأمريكا التي وازوها 11 ستمبر كانت جميع البرقيات في وزارات الخارجية و منذ سنة السبعين التي ظلعتها و كيليكس و كيليكس نشرت بسبب جميع السفرات و القنصلات الأمريكية في العالم نشرت محتوياتها و أسرارها و الاجتماعات و ماذا حصل و ملاحق عسكرية فضربت أمريكا أمنيا بالجانب بلا شك أيضا ضربت عدة مرات في كذلك حل ديرتنا بن حلال أيضا لأنها حرب الأكترونية يجب أن يكون في استعداد الحرب الأكترونية الاستعداد يكون عن طريق حماية البيانات هذه الدولة من أي مهاجم سواء كان داخلي هاكر كويتي مثلا خارجي دولة أخرى يجب أن تكون محمية من الجميع مثلا الهند و واكستان يوميا اخترقات حكومية يوميا مواقع حكومية تخترق و معلومات حرب الأكترونية يحرب معلومات في النهاية فيجب أن تستعد الدولة في حماية معلوماتها من العدو الخارجي أن يدخل عن طريق المواقع حتى القواعد البيانات ثانيا المشكلة الأخرى وهي أكبر وأهم وأخطر هو الأمن الداخلي نفسه في هذه المؤسسات هذه المؤسسات تمنت على معلومات المواطنين و فيها تفاصيل ما كان سكنهم و دراستهم و حياتهم وظائفهم درجاتهم الوظيفية درجاتهم الوظيفية مراكزهم لما تكون قواعد البيانات في الكويت كلها عبارة عن يديرها شركات تمسك المعلومات و تمسك قواعد البيانات أغلبهم موظفين هنود رواتبهم 700-800 دينار كيف تصيب يجب أن يكون أبناء البلد نفسهم يحمون هذه البيانات لأن هذه لا تقدر بثمن هل نحن مؤمون توفرة عندنا الكوادر لتحمي هذه البيانات هذا شيء هم يسألون فيه نحن الآن القائمين على معلوماتنا الآن هذه المعلومة تفضلت فيها حضرتك القائمين على إدخال و حماية هذه المعلومات غير كوتيين أنا ممكن الوزارات أغلبهم عبارة عن شركات تقوم بتوضيح موظفين من الخارج هؤلاء الموظفين هم يجرون هذا يمكن 85-90% الوضع الذي يحدث لا شك أن هذا خطر خطر أنه يمكن يسرّب هذا الشخص خطر على نفسه 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 يجب إذا لم ترى مكسيكي يمسك قواعد بيانات الولايات المتحدة و يعمل في نفسه لا يمكن هذا الشيء صحيح لماذا؟ مشكلة كيف تريد نسوي حماية أجهزتنا و القائمين على أجهزتنا هذا خطر و هذا قائم عندنا في البلد طبعا بعد هذه الحادثة التي ضربنا عليه المثل هل ترى أن الدولة قادرة على حماية أسرارها قادرة على حماية مخططاتها الاستراتيجية سواء المحلية أو مع سفراتها الخارجية سواء وزارة الخارجية أو البلدية أو الأوقاف خصوصا و نحن مقبلين على حكومة إلكترونية عارف هل ممكن كدولة كدولة الكويت قادرين على هذه الحماية و حماية أفرادنا؟ أنا أتوقع أن الدول الخليجية كلها غير قادرة على حماية أنفسها من هجمة خارجية إلكترونية أن يكونوا مستهدفي من دولة أخرى كلهم غير قادرين و ممكن يصير لنا شتداون على الإنترنت كلنا في خلال يمكن ثلاث أربع ساعات هذا صار في جورجيا جورجيا متقدمة إلكترونيا و الدولة كلها صارت شتداون لما صار حرب بينه بين روسيا و أستونيا و كما بالك حنا دولنا ضعيفة جدا تخيل لو كل يوم يضرب موقع البورصة و هذا سهل جدا أنت لا يمكن تشتري خدمة سعرها ثلاثة دولار بالساعة لكي تطيح موقع موقع البورصة يومية من الساعة 9 إلى الساعة 12 داون موقع الجامعة في أسبوع التسجيل كل يكون واقف لحظة لحظة أنا الأمان الكلام الذي أتفضل فيه سأل عبد الله يعني خلي الواحد ينصدم لا تلومني برنامج معقولة يعني خدمة الكويت قبل شهر نص أربع بنوك أمريكية زاد بورصة نيويورك تعطل التعليم أكثر من ست ساعات بسببت هجوم أكتروني أصلا هناك شيء اسم أنظمة السكادة يعني هذه بورصة أمريكا معقولة بورصتنا الكويتية مستهدفة من الخارج يعني خالها على المستوى ممكن 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 أنت لا تضع هذا الاحتمال أنت يجب أن تكون أنا لا أقول أنها محمية قد تكون محمية أنا لم أدخلت بورصة لا أدري عنها لا أعرف نظامها بالضبط لكن أقول لك أنت كشخص عادي حتى ممكن تشتري خدمة الخدمة هذه عبارة عن شخص اخترق 500 ألف جهاز بالعالم وقام بإيجاد موقع يجعل 500 ألف جهاز يضربون موقع بورصة يدخلون يوم بنفس اللحظة فيتعطل في سنة 2002 دخل الفيروس اسمه Red Code هذا الفيروس بعد 11 ستمبر بسبوعين حتى أنه قال ريتشارد كلارك هذا كان مسؤول أمن الإنترنت 30 سنة في البيت الأبيض كان يقول لو 11 ستمبر لم يأخذ الصحف إلا Red Code أو Red هذا هذا دخل في ساعة واحدة إلى 400 ألف جهاز في الولايات المتحدة يستهدف أسقاط ثلاث مواقع البنتاجون ووزارة العدل و البيت الأبيض يسقط هل يسقط هل يسقط هل يسقط هل يسقط هل يسقط هل يسقط غير موجودة و لا يستطيع استفيد من خدماتها مثلا لا يستطيع تطير صواريخ أو طيارات أو أي شيء ممكن تعط الإمرجنسي هناك شيء أخضر من هذا يسمى أنظمة السكادة أنظمة السكادة السكادة هي التي تقوم بالإشراف على بايبات النفط والغاز و أجهزة التنقيب على النفط و الكهرباء و الطاقة و السمارت و البوري كلها موجودة على الإنترنت في هاكر قبل ثلاثة أيام في تويتر وضع يوزر نيم و باسورد لأكثر من عشرين اسمات غريد مع التكييف المركزي في ولاة نيوجيرسي يعني يحصل تكييف على نهاية ممكن تدش تغير التكييف وتخليل حرارة برودة برودة حارة لكل جميع شركات المصيبة أنت قد تؤدي بحياة شخص عن طريق الإنترنت في فيروس دخل في مشتشفة في الصين جميع المشتشفيات تستعمل حتى جهزة الأشعة هذه كلها جهزة ويندوستر برامج داخلها حتى الأسنسير التي تنزل فيه هو نظام سيمونز هذا في فيروس تتعب في أسنسير حتى أوفر الإنترنت الكاميرات المراقبة هذه كلها نفس الشيء ممكن تستعمل بنيتك التحتية تستعمل ضدك يوم العيام وهذا خطر كبير وهذا اللي حصل في أمريكا تم تعطل واتر بومب بمطاخات ميات عطلت من قبل هاكر الصينيين يعني تخيل أن وزارة خارجية وكالة ناسا أصدرت بيان كيف قام هاكر الصينيين طبعا أنهم بالحكومة الصينية بالتحكم بأحد أقمار وكالة ناسا عشر دقائق صار أوفلاين القمر لا يمكن أن يشبه الصين تحكمه بالقمر الصناعي أحد أقمار صناعت وكالة ناسا وهذا أصلا حصل حتى حتى الحرب التي حصلت بين غزة وبين إسرائيل قبل تقريبا شهر كتائب القسام شوشت ودخلت موجة على القنوات الإسرائيلية وبثت إعلان مدتها خمسة دقائق وهذا تطور في الجانب الحرب الإلكترونية العربية أيضا أرسلت أكثر من خمسة ألاف أسماع حق الجيش الإحتياط الإسرائيلي ترى هذا استعمال الحرب الإلكترونية تخيل أن الجيش الإسرائيلي نفسه أرسل لجميع المواطنين لا تستعملوا الإنستغرام أو تويتر أو الفيسبوك في تصوير أماكنكم لماذا؟ كان القساميون يأخذون الـ GPS مكانك ويأخذون صاروخ عليه هذا حصل في العراق 2007 2007 قام ألا أريد أقاطك الأمانة أنا أتأخذني من نقطة إلى نقطة الصين داخلين متطورة ولكنها تخضع لديكتاتورية في الإنترنت أكثر من 12 نظام رقابة قبل أن تصل للموقع الذي تتبه بمعنى أنا سمعته و الذي عرفته أنه لا لديهم لا إنستغرام أو فيسبوك أو تويتر طبعا لا يوجد لا يوجد شعوب الصين لا لديها تويتر الصين و إيران و كوريا الصين بالتكنولوجيا بالتطور الذي طفوا قمر قبل قليل و تحكموا فيه لا يوجد لا تويتر ولا فيسبوك ولا تواصل ولا إنستغرام ولا غيرها لا لديهم مواقع أمريكية لكن لديهم بدائل أفضل من فيسبوك كحكومات لكن كشعوب الشعب نفسه يستعمل سوشال نتورك خاصة بالدولة خاضع على الرقابة بالكام أنا أرى لماذا متطورين الصين صناعيا الكل يعمل لا تويتر ولا فيسبوك ناس فأصل و راجع لكم السيد عبد الله مواضيع كثيرة الأمانة أنا تاركك على راحتك لكن يجب أن توقف عند بعض النقاط حتى لا ينتهي معي وقت هذه الحلقة و لم نصل إلى أو نوصل رسالة خاصة عندنا هنا و نهتمامات بعض المواطنين اللي يهتمون خلنا نتكلم على انستغرام انستغرام و الفيسبوك الآن الفيسبوك أنت دائما تقول الفيسبوك مؤمن من الفيسبوك يعني دائما ضد الفيسبوك و كلمنا ما مشكلتها هل مشكلة شخصية معك هل عانيت من مشكلة شخصية مع الفيسبوك لا بالعكس المشكلة هذه عالمية و ليس أنا الوحيد أتكلم عنها لماذا تحذر الناس أنا أقول لك جولينا أسانج في مؤسس ويكيليكس و هو شخص له خبرته في هذا المجال قام بيقول أن الفيسبوك هو أكبر أداة جاسوسية منتشرة بالعالم الفيسبوك يمتلك أكبر قاعدة بيانات بالعالم أكثر من مليار شخص حول العالم يستعملون الفيسبوك لما بدأ بدأ مشروع صغير تبنته شركة صغيرة أيضا قدمتها نصف مليون دولار كدعم ثم جاءت مؤسسة أخرى المؤسسة الأخرى اسمها مؤسسة أكسل أو أكسل مؤسسة أكسل قدمت أكثر من 13 مليون دولار دعم لصاحب الفيسبوك وهو مارك مؤسسة أكسل هذه مديرة التنفيذة والسيو ما لهمنه جيمي براير جيمي براير جيمي براير هو مدير تنفيذة في شركة ثانية اسمها إنكيوتل إنكيوتل هي شركة قامت بتأسيسها CIA عساس تخدم شيء اسمه Data Mining Technology أو Data Gathering Technology اللي هي جمع والتنقيب عن البيانات نفسه هذا الشخص اللي هو جيمي براير مستشار في شيء اسمه DARPA DARPA Agency اللي هي Advanced Defense Project Agency هذا هي عقل مدبر داخل البنتاجون يقوم بتقديم أكثر التقنيات تقدما لبنتاجون ثم قاموا بإنشاء شيء اسمه IAO اللي هو Information Awareness Office هو عبارة عن مركز يقوم بجمع البيانات من جميع شبكات الاجتماعية اللي خضعت مثل جوجل الداخل في هذا البرنامج في هذا البروجكت الفيسبوك من أكثر واحد يقوم بجمع المعلومات الشخصية وسلوك الإنسان ودراستها وتحليلها في مركز واحد المركز هذا يقدم معلومات إلى شيء اسمه US Intelligence Community US Intelligence Community هو مجتمع الاستخبارات الأمريكية مجتمع الاستخبارات عبارة عن 16 جهاز استخبارات داخل الولايات المتحدة الأمريكية يقوم هذا كله بتقديم معلومات لهم هذا هو الفيسبوك في الحقيقة الفيسبوك المليار ونص خاضعين إلى الدراسة والتحليل عند أمريكا طبعا الناس هناك في الفيسبوك ما هدفها من هذا الموضوع أنا أتعرف عليك وعلى سلوك أنا أقول لك ستعرف للحكومة جميع تحركاتك الناس تشارك معلومات تفصيلية جدا ودقيقة عن حياتها الخاصة والشخصية داخل الفيسبوك ترى الفيسبوك وطن عربي أقل بكثير بمراحل ولكن في النهاية منتحدة وأوروبا يشاركون كم هائل من المعلومات يشاركون بـ 2.5 مليار صورة شهريا ترفع الفيسبوك الفيسبوك أخذ زخم إعلامي في جميع وسائل الأمريكية لماذا؟ وأصبح أول شبكة اجتماعية بالعالم لماذا؟ لأنه يدار من الـ CIA بالضبط الفيسبوك لحظة يدار من الـ CIA المخابرات المركزية الأمريكية طبعا هذا لا أعتقد صراحة اعتقادك هذا اعتقادي والاعتقاد من الإيمان على فكرة أقول لك لماذا؟ هذه المعلومات هائلة الفيسبوك حفظ عندما أراقب شخص و أعرف معلوماتها و أعرف أين راح و أبديتها و جميع صورة الفيسبوك كان يغير سياسة الخصوصية في السنة مرتين إلى اليوم أمس أغيرها أمس قبل أمس يغير سياسة خصوصية بدون ما أحد يدري قام بعمل شيء اسمه image tagging أنت ترفع صورة أنا لا أعرف كما تعرفني شفتك مجمع أصورك صورة أرفعها في الفيسبوك سيقول لي هذا و يعرف اسمك و إذا لديك بروفايل تظهر لي في شركة ثانية في حالة هذا الشخص كان مشترك في الفيسبوك ألا أنت مشترك و ألا تعرف الفيسبوك أنا و أضع صورتي أطلع لك و أنا لا لدي فيسبوك كيف 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 هذا image tagging أو photo tagging أنا أصور صورة مشروع تخريط مع ربيع من الجامعة هذه 20 شخص الفيسبوك لم يكن في و البصمة صارت بصمة وجه كنت تمشي في الشارع تمر عبر أي كاميرا و هذا اسمه trabo wire بعدين ستكلم معنا و موضوع طويل لنا دعنا الموضوع الكسير في الفيسبوك لما أنا أرفع صورة 21 من ربيعي و بعدين أقول في الفيسبوك لم يكن شيئا اسمه فايش الركي كن شركة شركة اشترى شركة اسرائيلية اسمها face.com تقدم تقنيات تعرف على أشخاص من خلال وجوههم ترفع الصورة أرفع الصورة أقول هذا فلان هذا فلان هذا فلان هذا ما عند فيسبوك ممكن أن نكون عامل النظافة ما عند علاقة أكتب هذا فلان هذا فلان هذا فلان هذا فلان أنت جيت بعد ستة شهر صورت صورة ثانية رفعتها على فالك سيقول لك هذا صورة طلع الصورة الفلانية مالت الشخص سيقول لك في حالة أني أنا صورتك وعرفت عنك في الفيسبوك عندي ستحفظ صورتك والتعريف الخاص فيك إذا عرفت تعريف غير صحيح عنك أيضا سيطلع لي التعريف الغير صحيح عنك بالضبط و أنت رجل ليس لك علاقة من غريب ولا من بعيد و الفيسبوك عدل يعني بناء على معلومات التي أنا أضعها قد أضع معلومات خاطئة قد تضع أقل من 0.0.1% الذي قد أضع للمؤات خاطئة شيء ثاني خطرت علينا ككويت دعني أقول لك شيء ثاني جوجل نفس الطريق جوجل راح شراء شركة اسمها BitBot الشركة BitBot التي دعمها داربة Project التي هم الوزارة الدفاع تقوم أيضا بعمل تقنيات تعرف على الوجوه الآن الشرطة برازيلية سنة 2014 يلابسون الشرطة نظارات حق الأولمبيات الشرطة نظارات فيها كاميرا صغيرة تسوي سكان 400 وجه يمشي بالشارع و موصولها بالإنترنت عن طريق في قواعد بيانات فيها أكثر من 14 مليون شخص كل واحد يمر يقول هذا فلان هذا فلان هذا فلان الترابوير عندنا على دورياتنا تمر على أرقام السيارات تعلمنا سيارة فلان أو سيارة فلان المشكلة الكبيرة المشكلة الكبيرة هناك شيء اسمه ترابوير تبيض أحكام و غيره و كيف يكون ترابوير هو بروجيت كبير جدا قامت في الولايات المتحدة الأمريكية كشف ويكي ليكس عندما تم اختراق سراتفور الشركة الاستخباراتية هذه ترابوير يقوم بربط كاميرات هائلة أكثر من 30 أو 13 ألف كاميرا في أمريكا في ولاات متعددة و حتى في بريطانيا مربوطة كلها في ون نتورك كشفة واحدة ثم يقوم بربطها بشركات الاتصالات أيضا ثم يقوم بشكل مع السوشال سيكوريتي و مع اسمك و مع حتى سيارتك لما أنت تمر بسيارتك في أي شارع مجرد أن يقرأ لوحة سيعرف اسمك سيعرف سيارتك هذه سيارتك مرت من هنا مرت على 20 كاميرا أنت مرت من هذا المكان من هذا المكان من هذا المكان أيضا لأنه مشبوك مع الاتصالات سيطلع آخر مكلامات أنت طلقتها هذا شيء زين ولا مزين هذا تحكم في المجتمعات تحكم فيها و معرفة غير مقبولة أبدا هذه شغلات خاصة يجب أن تكون محمية لماذا تراقب من هذا الأوروبيين لا لديهم مشكلة لا لديهم مشكلة ممكن بهذا الجانب نحن ككويت و كخليج لدينا مشكلة من هذا الجانب لا أحب أحد يأخذ جسس عليه بالضبط لا تراقبني و أين رايح و أين رات هل موجود عندنا هذا التطور موجود عندنا لا أقول لك شيء بداية دخول الانترنت على الوطن العربي الناس كان وضعهم أحسن من 20 مرة الناس كانت خافة من الانترنت لم تكن تجد مثلا من سنة 2000 إلى سنة 2008 لا تجد شخص يشارك بمعلومته الخاصة أو يضع صورته بالانترنت أو يضع أي اسم لها في المنتدى لا يمكن بل يعتبر هذا شخص يعني الناس تقول معقولة حق معلوماتك الخاصة داخل المنتدى أو داخل الموقع الآن نعكس للآية أصبح الناس تشارك معلوماتها الحقيقية وتضع صورها وبتويتر و أصبحنا لما نتكلم عن الخصوصية و نتكلم عن المعلومات و لا تشاركوها كأننا نحن سرنا معقدين و سرنا موسوسين أمركة الشعوب تأمركة الشعوب انقلبت الآية و صرنا الأصل صار هو المنبوذ و هو الشخص كانوا كلهم في يوم من الأيام يخافون من الانترنت و لا يضعون معهما الشخصية يمكن هذه المعلومات أو هذه الأجهزة الحديثة مفيدة للحكومة للتعرف على المجرمين للتعرف على الهاربين من العدالة للتعرف على الإرهابيين الذين يضرون البلد يعني ممكن نستفيد منها كدولة أي نظام رقابي لا يمكن أن الناس أن تستسيغه أو تقبل في قلوبها لذلك الحكومات دائما تتزين هذا الموضوع ترابوير أصلا وضع يقول لك عشان نعرف الإرهابي و نصيده الناس عندما تسمح الكلام تقول توكلوا على الله نحن معكم ممتاز ما حدث لكي يكون مختزينين بالحديث قد يكون قد يكون الشيء يبدأ في البداية بداية حسنة لكنها لا شك أنه سيتغير ثانيا أنا الحكومة أعرف جميع معلوماتي عندما أضع مثلا ترابوير هو موجود بالخليج كلها غير موجود يمكن بس دولة واحدة بس بنضاء ضيق و ليس به الدرجة شنو الضرر مننا أتعرف على المجرمين أنا أقول لك شنو الضرر مننا أنا اليوم عجبتني الحكومة وأحبها وبيني وبينها علاقة مودة بعد عشر سنوات لا أعرف شنو الحكومة أنا رحتي لي هل أضمنها على هذه المعلومات يمكن أن يكون مستهدف بعد عشر سنوات يا أخي أنت صير أمين على معلوماتك والمعلومات المهمة لا تضعها لو تشوف معلومات شكل خطورة عليك لا تضعها هذا اللي نحن قاعد نوصل للناس لا تشارك معلوماتك الشخصية لا تضع معلومات طيب الوقت قادي ضايقنا بس أل عن أنك انت عبرت مرة بأن المرأة هي متفوقة جاسوسيا يعني هذا الموضوع شنو قصة لا أنا ضعت مقال مقال كان يتكلم عن المرأة كأنها تتفوق بالجاسوسية عن غيرها من الرجال وهذا طبعا فيه جزء من الحقيقة فيه عندنا قصتين القصة الأولى هي قصة ديفيد بيترويس ديفيد بيترويس ديفيد بيترويس هذا منهم هذا أهم رجل بالعالم هذا أهم من أوباما قد يكون هذا سي آي اي داريكتر هذا حلف شمال أطلسي هذا تحت إيده 20 مليار اسمه ريسك بجت يصرفها كيفما شاء لا يسأل في مصرفها 20 مليار دولار ريسك بجت تحت إيده يصرف لا أحد يسأله هذا مهندس الحروب الأمريكية تمت إقالته أو استقال لما كشف تضر الأمن القومي الأمريكي ماذا قمت علاقة سي آي داريكتر سي آي داريكتر يعني كل شيء بالعالم يعني علاقة مع أمرأة يعني لو واحد مضر بالأمن القومي الأمريكي طبعا طبعا هذه القصة التي ظهرت لا شك أن هذه المرأة ليست مرأة عادية أكيد أن هناك قصة نحن لا نصدق هذه القصص لكنها يضرب به المثل عندك واحدة يسمى آنا تشامبمان هي جاسوسة روسية اشتغلت في أمريكا مذيعة في برامج و اشتغلت في الأزياء سنين طويلة و جندت عملاء و أخذت معلومات بعدين اكتشفت هل أنت بتوصلها من المرأة؟ لا أنا لا أقصد شيء من المرأة لأنني وضعتها المعلومة أنت عدت مسكتها علي طيب على موضوع الإنستغرام عندنا بالكويت بعجلة بإجابات سريعة الإنستغرام بالكويت آمن أو غير آمن؟ الإنستغرام مشارة فيسبوك غير من سياسة خصوصية قبل أربعة أيام و أصبح من حقه أن يأخذ الصور و يضعك في دعايات و ترقب باتر صورتك على باس في منهات و لهم الحق لا يمكن أن أعرف عليهم قضية ولا تعويض كل شيء أصلاً تدري فيسبوك ما من سياسة الخصوصية يقول أنا هو نفس نفس الأسراء يقول أننا ممكن نجمع معلوماتك حتى من الصحف المحلية أن تخولنا بما أننا عندك حساب بالفيسبوك نجمع حتى من نيوز بيبر يعني أنا لقائي هذا ممكن أن فيسبوك يذهب إلى جمعه و يضع قائد البيانات أنا لغيت حسابي بالفيسبوك هم أيضاً يقدر لا لا أنا ألغي حسابي إنستجرام عندما صارت ضجة عالمية كبرى عليه و تبنتها صراحة جميع الصحف العالمية و صارت حملة و كان مخادع و مكار و كان يضع أنه لا تغير و الداخل كله تغير كله تغير لكن يقول لك دائما فيسبوك لا تتثق فيه أبداً إنستجرام لا نتثق فيه الآن تراجعه و قام بالعودة بالسياسة السابقة فهو حالياً ممكن تستخدمه لكن أيضاً لا تشارك بعلوماتك الخاصة يوم من الأيام سيتغير الفيسبوك لا شك فيه طيب الواتساب مدى أمانته و خصوصيته والأمن والتشفير و علاقات اختراطه الواتساب لم يكن مشفر في السابق الآن أصبح مشفر بعلوماته و مشفر عن الشركات المحلية و الشركة الأمريكية طبعاً تعرف كل شيء ممتاز أيضاً هناك موضوع عبدالله العلي بعد هذه المعلومات و هذا السرد و هذا اللقاء الجميل لجميعنا معاك لا تخاف على نفسك تكون شخص مستهدف و نكتملك هذه المعلومات و أنت رجل ممكن تكون هاكر عدل ممكن تضر حكومات في هذه المعلومات و القدرة الهائلة ما شاء الله تبارك الرحمن في هذه المعلومات و الاستخدام العالي لا تخاف على نفسك لما تخرج على القنوات الإعلامية و تصرح مثل هذه المعلومات و هذه القدرة الإلكترونية هذه ليست معلومات سرية كلها بابلوك موجود في أي موقع موجود في جميع مواقع العام اليوم لا يوجد شيء اسمه معلومة سرية المعلومات كلها للإنترنت الناس لا تعرف الوصول لها فقط تريد بس أنه واحد يعطيها ممتاز أنا رح أخذ منك نصائح بعد الهواء إن شاء الله كيف تنصحني بأي هاتف و كيف عملية التنظيم عموما كل الشكر لضيفنا الخبير الخاص بمعلومات الأستاذ عبدالله العلي و شكر وصول لكم على المتابعة لهذه الحلقة و أيضا شكرا للدكتور محمد العوضي المتابعنا و أول بأول يتوت و يكتب لكن عتب عليك يا دكتور نتصور عبدالله بروحه لا تأخذ نوع بالصورة عموما شكرا لك دكتور محمد العوضي على المتابعة الطيبة و أيضا على التعليقات و الاهتمام بهذا الموضوع و نتمنى لكل استفادة من حلقتنا لهذا المساء و كما تفضل أخوي عبدالله بأن الواتساب الآن مشفر الانستجرام لا تحاول تشارك معلوماتك الخاصة معلوماتكم الخاصة يا جماعة لا تحاولوا تشاركوا فيها لا يوجد شيء ثابت كل شيء يتغير و صدقوني يتغير اللي فهمته منه إلى الأسوأ و قد يستخدم ضدك كأفراد و أيضا كحكومات شكرا لكم على خير فمالله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة